صباح الخير عارفينه أنه كمان منحة ربانية جديدة لكل واحد فينا أنه يختار اختيارات جديدة بأنه يكمل رسالته أنه ببساطة كده كل يوم الصبح يراجع نفسه ويجدد اختياراته لأنه الحقيقة كل يوم الصبح عندنا اختيارات جديدة النهاردة أطبعا يوم جديد لكنه شبه أيام كتير ينفع نحطها تحت خانة الأيام المختلفة اللي بنعيشها من أول ما بدأ الوباء العالمي كورونا يوم طبعا هتتجدد في أسئلة كتير بعضها عن دورنا نحية الفيروس وبعضها عن أدوارنا الشخصية نحية الأزمة دي بشكل عين أنا شخصيا سعيدة ويمكن ناس كتير بيشركون الإحساس بالإمتنان أنه أخيرا إحنا بقينا بنكرم الأبطال زي أي ممرد أو دكتور أو صيدالي حد موجود دلوقتي في معمله بيدور على دواء في الأزمة دي دول أبطال حقيقيين زي رجال الأمن رجال المرور الناس اللي إحنا عارفين أن دورهم مهم جدا في أزمة كبيرة زي دي بس مش لازم أكون أي حد من دول علشان أحس أن أنا لها دور حقيقي لأنه في حاجة الناس العادية الناس اللي شبهنا الناس اللي في الغالب ما بتتكلمش كتير لكن الحقيقة هم سبب أنه حياتنا تكون أجمل وأنها تكون أسهل الأبطال بتوع الحياة اليومية من أول عمل النظافة لحد التاجر اللي بيراعي ربنا في أنه يوصل للناس كل احتياجاتهم بشكل آمن موظف السوبر ماركت اللي واقف طول النهار يرص بضاعة ويشيل بضاعة عشان الناس برضو ما تحسش بأي علق الأم اللي بتحاول تراعي ولدها وأنها تخفف عنهم عب النفسي للأزمة دي والأسئلة الكتير اللي هي نفسها ما عنداش إجابات عنها كل دول أبطال الحياة اليومية أنت شخصيا وكل واحد فينا بطل في الحياة اليومية لو بس كان سبب في أنه حد غيره يكون يومه النهاردة أسهل خلونا نتمنى وندعي أنه ربنا يدينا يوم جديد ويدي بلدنا كل الخير صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير يا مصر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت ربي العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوت إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاطك كل شيء ألم اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ بنا سادية إن ربي على صراحة مستقيم حافظ الله مصر يا رب زي ما كنا حالا بنتكلم عن أبطال الحال يوميا عايز أكلمكم عن أبطال البرنامج وصبح كده على زميلاتي للجميلات منا وإيمان صباح الخير عليكم صباح الخير عليك يا دينا صباح الخير لكل مشاهدي صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا منا صباح الخير عليك يا إيمان صباح الخير عليك يا دينا صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا زي ما أنتم شايفين إحنا دلوقتي وقفين ابتدينا نتعامل مع موضوع الحزر الصحي أو الحجر الصحي اللي إحنا بناخد بالنا من نفسنا وبتدينا نتطبع وبقى عندنا عادات الوضع اختلف وإحنا الصبح كده لسه بنزبط الكادرات بتاعتنا وبنشوف هنقفين وستاذناني كان لسه بيقولي منا أنت وإيمان ضموا على بعض شوية وبعدين رجع التراجع كده وإحنا بنتناقش ومعلي لأ كده أحسن علشان تسيبوا مع بعض مسافة أمينة آه هي مش متر قوي يعني بس أهو تدينا محاولة إن إحنا نحافظ على المسافة الأمينة اللي المفروض تكون عادة يعني مش بس وقت قزمة كورونا لكن في كل الأوقات سواء في طابور الحساب في السوبر ماركت في طابور ماكينات الصراف الموجودة في الشوارع المفروض دي تكون ثقافة عندنا دينا اتكلمت عن الأبطال والحقيقة إنه كل أولادنا وبناتنا اللي عندهم تحدي امتحانات آه 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 آنلاين التعليم عن بعض اللي هو تجربة جديدة آه كان فيها كلام كتير عن إنها هتكون عملية مش هتكون عملية ظروف اضطرتنا إن إحنا نتعامل مع هادي التجربة وبدأت بالفعل امتحانات آه أول سنوي والحقيقة عدت بنجاح آه الانترنت كان شغال بشكل طبيعي آه ما حصلتش أي عكوسات وده شيء مبشر إن التجربة ممكن تستمر خاصة مع آه أزمة كورونا آه كمان يماني آه بسر أقلم يماني اللي احنا بنقوله على الأوضاع الجديدة يعني زي ما بنقول ابتدائي ناخد بالنا حتى في طريق سلامنا حتى في طريق وقفتنا كمان ابتدائي ناخد بالنا إن الشباب والطلاب ابتدوا يتأقلموا جدا والأهالي وكمان الناس يعني كان فيه دعاوة كتير قوي للناس إنه بكليز الله يخليكم حد الصبح أرجوكم إنه مش محتاج الانترنت قوي بلاش إن احنا نقعد نعمل سيرفين كده أو إن احنا نتصفح الانترنت ونسيب الشبكة بحيث إن احنا ما نحملش عليها علشان أولادنا في امتحانات أول سنة وفعلا عدت بسلام الوقت من لغاية الساعة عشرة مفتوح أي وقت من ساعة ما الطلاب دي يدخلوا لغاية ما تنتهي المدة في أي وقت تتحسم في الوقت ده دي كانت فكرة هيلة جدا وخففت كمان من التحميل على الانترنت كله بيتأقلم وكله بيتعامل مع الوضع والمهم كله يساعد يعني مبادرات إن احنا نخفف الأحمال ووقت الامتحانات دي مبادرة جميلة جدا ويريد كلنا يعني نساعد فيها وننشورها كمان يعني مش هقدر أكون يعني بزيف على الكلام الحلو ده لإني موافقة جدا على الأهم فكرتين يعني اترحوا إنه كمان في نموذج للأبطال احنا مش واخدين بالنا منهم هم الطلبة احنا شكرنا كتير المدارسين وهم فعلا أبطال كل يوم لكن كمان الطلبة اللي بيشتغلوا في الظروف استثنائية يمكن استعدينا لها ويمكن النهاردة احنا بنجني سمار درسة علمناها السنة اللي فاتت لأنه السنة اللي فاتت كان وزير التربية والتعليم تحديدا بيتعرض لكتير جدا من الانتقادات بسبب النظام التعليم الجديد طبيعة الحياة أنه في بداية التغيير يحصل انتقادات كتيرة لكن الحقيقة أنه كأنه الظرف الجديد اللي اتفرض علينا كلنا حط التجربة دي كلها في اختبار ويبدو كده أنه التجربة بتنجح وبتوفق رغم سيل الانتقادات اللي كانت موجهة لها دي طبيعة الحياة وطبيعة التغيير كل التحية للطلباء اللي بيشتغلوا فعلا في الظروف استثنائية لأنه الظروف حتى والقلق العام كتير عليهم وللمدرسين وللتجربة التعليمية الرائعة اللي في بلدنا اللي رغم مقاومتنا لها في البداية اللي أننا لازم نرجع نعيد حسابتنا ونحترم التجربة دي لأنها أنخذتنا في يوم زي النهاردة كل التوفيق لإخواتنا وولادنا اللي بيمتحنوا وغنفكر كل مشاهدين اللي بيتابعونا بالمشاركات والاستفسارات والمقترحات إحنا مع حضراتكم على مدار ثلاث ساعات عن طريق المداخلات في أي موقع من مواقعنا الموجودة على الشاشة دلوقتي ممكن نسمع صوتكم على مدار وقت الحلقة أو طبعا وقت الحلقة بعد الحلقة خدكم بسرعة للأخبار رئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اتصال هاتفي من رئيس الفرنسي إيمانوال مكرون وتناول الاتصال التباحث بخصوص سبل التعاون المشترك تجاه أزمة فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى القارة الأفريقية بعد اللي تم مناشته في القمة الأفريقية المصغرة اللي شارك فيها الرئيس ومكرون لدعم قدرات القارة في مواجهة كورونا من خلال تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه دول الأفريقية في الأزمة الحالية أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه الاتصال تناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين وتم تبادل رؤى ووجهات النظر بخصوص بعض الملفات الإقليمية في مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا وجه الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على كل العاملين في معهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريد وكمان المرضى اللي ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين اللي فاتوا وحصر كل المخالطين لأي حالات إيجابية ظهرت علشان يتم الكشف الطبي عليهم أكد الرئيس على توفير الرعاية الطبية الكاملة لكل الحالات المصابة وجدد الرئيس التأكيد على أولوية سلامة وصحة المواطنين اللي لازم تكون في المقام الأول في إطار إدارة الدولة لأزمة مكافحة فيروس كورونا الخبر ده مهم لأنه كان فيه تساؤلات كتير عن ما تم تداوله بخصوص إصابة أحد الممرضين في معهد الأورام في أزمة عالمية زي دي وأعتقد أنه في إدارة كل الأزمات زي ما سيد الرئيس بيقول أهم حاجة هي المكاشفة ولا داعي ولا مصلحة ولا جدوة من إخفاء أي معلومة أولا لأن المرض ليس وصمة ولأنه في كل بلاد العالم ظهرت الأمراض ولأنه القطاع الصحي من أكتر القطاعات المعرضة للإصابة كل التأخير هو الملامة فالإجراءات الجدية دي ممكن تطمننا تطمن أهلينا من المترددين على معهد الأورام أنه بيتم حصر الموضوع وبالتأكيد سهل جدا حصر المترددين على المعهد في الفترة دي برغم أن يكون عددهم كبير لكن يمكن حصرهم من خلال كشفات المعهد ونتمنى السلامة لكل الناس يق الحدود رئيس السيسي تفقد نماذج المعدات اللي طورتها القوات المسلحة المصرية لدعم القطاع المدني للمساهمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا والاستخدمتها لتطهير وتعقيم المنشآت المختلفة هنشوف تفاصيل أكتر في الفيديو اللي جاي دي مجهودات في كل مكان المجهودات في كل القطاعات للحماية والتطهير في استمرار كمان لجهود القوات المسلحة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا قامت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة بتعقيم وتطهير ميدان رمسيس ومحطة سكك حديد مصر وكمان مسجد الفتح وشارع رمسيس وأحمد حلمي وكلود بي والستبتية والفجالة والجمهورية وموقف الترجومي تفاصيل أكتر في التقرير اللي معنا ده صدوني حاجة مشرفة اللي احنا بنشوفها وزي ما تقول عمرنا بنقول ربا دارة نافعة من ضمن أهم المميزات اللي حصلت في حياتنا كلنا هو اعتيادنا للحالة دي من النظافة اعتيادنا زي ما إيمانه منا سابق وقاله اعتيادنا لعادات جديدة الطبيعي بقى أن نعتفضل جزء من سلوكنا الأماكن اللي احنا شفنا حالا أنها بيتم تطرها دي من أكتر الأماكن المزدحمة وبصراحة كده مش هنخبي على بعض كان بيحصل ممارسات من بسق على الأرض ومن إلقاء مخلفات في أي مكان وكان في حالة كده من الفوضى والعشوائية اللي احنا كنا السبب فيها ما كانش في حد تاني هو السبب فيها لكن قد تكون الحالة دي العامة من النظافة ومش عايب نقول كده معدية ومستمرة وتكمل إن شاء الله بعد عبور هذه الأزمة عودة ليد الحكومة اللي احنا كلنا كشعب شايفين أنها منضبطة وعملة أو خلقة حالة انضباط الخبر اللي جاي بتكلم عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللي أكد أنه فيه توجيه رئاسي بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائي خصوصا مع اللي بيستغلوا ظروف تعامل الدولة مع تدعيات فيروس كورونا علشان يقوموا بالبناء العشوائي شدد رئيس الوزراء على تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ مع تشديد الحملات من المحليات والمرور وتنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفة ده كان فيه الاجتماع اللي شارك فيه وزراء التنمية المحلية والدخلية ومحافظتي القاهرة والجيزة ومدير الأمن في المحافظتين اللي أكد فيه دكتور مدبولي أن الدولة مش هتسمح لحد أنه أتربح من الأزمة الحالية والجملة الأخيرة في الخبر هي الجملة المفتاحية في كل أزمة في قطاع كده من الناس هم يعني نقدر نشبههم بالنباشين كده اللي بيعبثوا في كل حاجة من بواقي وفضلات الأزمة عشان يحققوا منها مكاسب شخصية النوع ده من الناس احنا شفناه بوضوحة جدا أيام الثورة لكن وعي الحكومة وعدم تكرار الأخطاء واحدة من الحاجات المهم نبص عليها ونبقى متابعينها وفخورين أنها بتحصل في بلد وقت الثورة حصل حملة عظيمة جدا وعنيفة جدا من البناء العشوائي احنا سعداء نده ما يتكررش في ظل انشغال كل أجهزة الدولة بفايروس كورونا اللجنة الوزرية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وفقت على صرف المسندة التصديرية للشركات الصغيرة اللي إجمالي مستحقتها خمسة مليون جنيه فأقل وده عن الفترة اللي قبل واحد سبع 2019 بدون انتظار ورود شهادة سداد الشركات دي للدرائي وجه رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللي بتضمن الصرف الفوري للمسندة الخاصة بالشركات في إطار الإجراءات اللي بتتخذها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا والتخفيث عن دعم القطاع الخدمي والقطاع الاستثماري في مصر ده تداعيا أو نظرة مستقبلية لأنه فيه أزمة اقتصادية قادمة على العالم كله وأنه مصر بتحاول تقلل حجم الخسائل الاقتصادية سواء للأفراد أو للشركات الدكتور مصافة مدبولي رئيس الوزراء تابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر مارس اللي فات في الاستجابة الاستغاثات وطلبات المواطنين الصحية والتواصل المباشر معهم في ظل الظروف وتداعيات الصحية اللي بتمر بيها البلاد في مواجهتها لفايروس كورونا وضح الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة الوزراء ورئيس اللجنة أنه كان فيه رصد واستجابة لأكتر من ربعمية استغاثة خلال شهر مارس كان لها علاقة بعمليات جراحية وتم تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة والمساهمة في تكاليف العناية المركزة وأيضا دعم الحالات اللي كانت قادمة عن طريق الحوادث صدر 68 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس الوزراء غير قرارات العلاج من المجالس الطبية المتخصصة وزارة الصحة أكدت خروج 6 مصريين من المصابين بفايروس كورونا من مستشفى العزل بعد تلقي رعاية طبية وتمام شفائهم بحسب أرشادات منظمة الصحة العالمية وبكده بيرتفع إجمالي المتعافين من الفايروس إلى 247 والحالات اللي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية لسلبية لفايروس كورونا ارتفعت إلى 346 حالة من ضمنهم 247 متعافي مبارح كمان تم تسجيل 103 حالة إيجابية جديدة من بينهم سيدة أجنبية وباقي الحالات من المصريين بينهم أيضا مصريين راجعين من الخارج بالإضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية اللي تم اكتشافها والإعلان عنها قبل كده سجلت كمان الوزارة مبارح وفاة سبع مصريين وبيبقى إجمالي الإصابات في مصر 1173 حالة منهم 78 حالة وفاة و247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل الأرقام دي مهمة جدا حتى لو كان خلاص بقى بتتعب نفسيتنا نحن نسمع الأرقام ونتابع مفضلكوا تابعوها مفضلكوا اهتموا بالأرقام لأن الأرقام طول الوقت لها دلالات وطول الوقت وجودي في البيت هو حماية كبيرة جدا مش بس للوحة دي من أن الأرقام تتصاعب لكن حماية لنفسي وللناس اللي بحبوهم وبالتالي تقليل للفترة اللي احنا متوقع نبقى فيها في البيت بارح كمان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وجه رسالة للشعب المصري من بيته في الأقصر وقال فيها أنه التزام بالتعاليم والإرشادات الطبية وكل ما تقره الدولة من إجراءات احترازية فرض واجب تعالوا نسمع رسالة دي تفصيلا ونرجع نكمل كلام نود أن نؤكد ضرورة الالتزام بكل الإرشادات بل أقول التعاليم الطبية ليست مسألة إرشاد بحيث أن أنا من حقي أن أأخذ هذا أو أترك لا هي تعاليم ضبية وتعاليم علمية قدمها المسؤولون وأصحاب الاختصاص في وزارة الصحة وفي غير وزارة الصحة سواء في هذه التعاليم كانت تتعلق بالشخص بحيث أنه يبتعد وأن يقوم بنظافة يده وأن يقوم بنظافة نفسه وعدم المصافحة وعدم الاقتراب أو كانت في خاصته وخاصة أهله البقاء في المنزل طبعا أريد أن أزيد شيئا وأقول التزام هذه التعاليم هو فرض واجب ومحتم على المواطنين أن يلتزموا التزاما صارما لا هوادة فيه بكل التعاليم التي تصدرها الوزارات المختصة في مقدمتها وزارة الصحة وأيضا التعاليم التي تصدرها الدولة في الناحية التنظيم الاجتماعي أو التنظيم الدراسي والحمد لله توفر الآن من وسائل التعلم الذاتي الالكتروني الكثير وإن شاء الله نتمنى أن لا يضول هذا الوقت أو هذه الإجازة الوجوبية نتمنى أن لا تضول وعما قريب إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا هذا الوباء وأن يكتب لنا النجاة جميعا الحقيقة فضيلة الإمام الأكبر مش بس أرسل رسالة المنطوقة لكنه أرسل كمان رسائل تانية غير يعني رسائل المنطوقة إنه أولا رسالته من بيته هي الدليل بالقدوة يعني أو التعامل كقدوة حقيقية هو موجود في بيته وبيكلم الناس في رسالة غاية في الأهمية العلاقة ما بين الدين والعلم أبدا ما كانت علاقها متضادة لكن بعض الخطبات الجهلة صورت كده طول الوقت إنه كأنه الدين فيه تحدي مع العلم وكأنه العلم عدو للدين وللإيمان الحقيقة إنه رجال الدين المستنرين بيودونا في منطقة تانية وخصوصا في المحكات دي بيقولونا إنه لا طبعا الدين جوعل لأجل الإنسان وإنه الحقيقة إنه العلم طول الوقت في خدمة الإنسان فلا تضاد ولا صراع ما بين الاتنين الدين ومعرفة الله والارتباط بيه مازال مستمر حتى رغم توقف الشعائر أو شعائر العبادة في دور العبادة لكن بيطلع علينا رجال الدين بهذه الرسائل المستنيرة ويقولولنا إنه العلم أيضا عبادة وبيكرموا العلم والعلماء أنا سعيدة جدا برسالة فضيلة الإمام الأكبر وسعيدة بكل القادة الدينيين اللي بيقدموا حقيقي نماذج مهمة جدا في إدارة الأزمة هما كمان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وجه بدعم صندوق تحية مصر بمبلغ خمسة مليون جنيه لصالح حساب مواجهة الكوارث والأزمات في الصندوق ده للمساهمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا كمان وجه رئيس الهيئة بتخصيص مبلغ خمسة مليون جنيه لدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا في محافظة بورسعيد في إطار المسؤولية المجتمعية لهيئة قناة السويس والمشاركة الفعالة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا عفوا ده الوقت اللي بتواصل فيه قوافل الخير أيضا التابعة للهيئة توزيع الاحتياجات والمستلزمات الغذائية على ألف أسر من الأسر الأكثر احتياجا في مدن القناة طلبة الصف الأول الثانوي بدأوا التدريب على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال للاختبارات التدريبية لطلبة أولى سنوي وبالفعل قام بالتسجيل وإجراء اختبار اللغة العربية 578 ألف طالب وطالبة من داخل المنازل استخدموا شرائح البيانات اللي تم توزيعها وإجمالي الطلبة المستهدة في اختبارهم إلكترونيا كانوا 589 ألف طالب كان من بينهم 11 ألف طالب واجهدهم بعض المشاكل التقنية تم رصدها من فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية وبيعملوا على حلها في الاختبارات القادمة قبل ما ناخدكم لتقرير صباح الخير يا مصر التقرير المميز جدا لا عايز أشخد كل زمايلي يبقى فيه يعني من أول رئيس تحرير لحد ميناء اللي راح عمل التقرير ده مع أحد الطلبة في صف الأول التانوي عايزين بس نخلي بالنا من الدور التقني لكل المهندسين وجنود الصف التاني في وزارة على عاطقهم حاجتين أولا كل الانتقادات والمشاكل التقنية واللوم اللي حصل السنة اللي فاتت فيه اختبارات الصف الأول التانوي كان قصاد عينهم وأخدوا على عاطقهم كمان تحدي إجراء امتحان إلكتروني في ضل ضغط شديد جدا على الانترنت في مصر وفي العالم كله الانترنت فيه حاليا مشاكل تقنية فالناس دول انهم يقدموا نسب النجاح دي 540 ألف طالب يحصل معهم مشاكل تقنية يتم مراعاتها دي نسبة عظيمة جدا يعني لازم نحييهم وتعالوا نشوف التفاصيل أكتر في التقرير اللي ميناء عمله لنا والمعايشة مع الطالبة رحاب تامر أنا عايزة حي رحاب الجميلة البنت اللطيفة اللي هي سمحت لنا ان احنا نعايشها في فوقت بسيط من غير مفارق العمل يزعجها وهي بتمتحن والدها أستاذ تامر عرفت كده من زمالي انه هو كمان مدرس فعشان كده هو استخدم نفس الكلمات اللي احنا كنا مشغولين بيها المقاومة انه الاهالي كانت بتقاوم وانه المقاومة اللي حصلت وانه اللي بيحصل ده كان جزء في استعداد الطالبة للاختبارات الحقيقية اللي جاية عايزة بس أقولك بسرعة جدا حكتين أولا اللي يعرف انه في تعليم بريطاني أكيد في مصر وفيه أنواع كتير من التعليم تعليم بريطاني توقف وامتحاناته توقفت وهم حتى الآن ما عندهمش قرارات تخص هنعمل ايه انما من حقك تكون فخور انه التعليم المصري مكمل فيه التجربة اللي بدأت من السنة اللي فاتت وبس عايزة أقول جملة يعني اختلفت فيها مع أستاذ تامر والد رحاب لما بيقول انه أزمة كورونا هتخلينا نكمل في الاتجاه اللي وزير التعليم عاوزه الحقيقة مش وزير التعليم هو اللي عايزه هي انه العالم هو اللي عايزه احنا ولادنا بيجهزوا أو بيتجهزوا للعالم ده العالم الإلكتروني واستخدامهم لكل المعطيات الطبيعية للعالم فاحنا بنجهز ولادنا احنا مش بنضحي عشان الوزارة لكن احنا بنضحي عشان ولادنا يخوضوا التجربة وينجحوا فيها ان شاء الله استمرارا للتجارب التعليمية آنلاين كمان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعلنت عن اطلاق مبادرة خليك مستعد لاطباء الامتياز وطلاب كلية الطب بالجامعات المصرية علشان يكونوا خط دفاع تاني للجيش الأبيض لمواجهة فيروس كورونا وكمان يكونوا جاهزين لأي تكليف لدعم القطاع الصحي ولدعم الدولة في القضاء على الجائحة اللي انتشرت في دول العالم استعدت كليات الطب في تطبيق المبادرة من خلال تدريب عدد من اطباء الامتياز وطلاب السنوات النهائية المتطوعين على كيفية التعامل مع مرضى فيروس كورونا بعد توفير كل وسائل الامان والوقاية للطلاب وتقديم شرح عملي من أسدد كلية الطب في مختلف التخصصات عن كيفية عزل حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس وكيفية عزلهم في البيت بطريقة أمنة والتدريب على طرق الوقاية ومنع انتقال العدوى بين المرضى والفريق الطبي جوى المستشفيات كمان تم التدريب على سحب العينات من المريض علشان يتم تحليلها في المعمل بطريقة سليمة ده جنب التدريب أيضا على استخدام أجهزة التنافس الصناعي حصل ده كله ازاي؟ مهم نشوف ده في التقرير اللي جاي يعني كل الشكر لخطوط الدفاع الأولى والتانية وناس المستعدين والمتطوعين في كل مكان في مصر حاجة مشرفة حقيقة كلنا نفتخر بيها والحقيقة نتعلم كمان منها بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم فقرات صباح الخير يا مصر نكملين معكم حتى العشرة صباحا يبقى أني أشكر كل الناس اتبعت لنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحة القناة الأولى المصرية في بعض الأخبار كده أو التساؤلات والشكاوى من إحدى المستشفيات هنحاول أننا نتبعها لمدار الحلقة ونرجع لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل ستة أبريل هزيمة الصليبيين وأسر مالك فرنسا في مثل هذا اليوم من سبعمائة وسبعين سنة وبالتحديد في ستة أبريل ألف ومتين وخمسين تمكن المصريون من هزيمة الصليبيين وأسر مالك فرنسا لويس التاسع القصة تعود إلى سنة 1244 حين نجح الصالح نجم الدين أيوب حاكم مصر فاسترداد بيت المقدس من إيد الصليبيين فقرروا تجهيز حملة عسكرية جديدة للانتقام من مصر بعد أربع سنوات أبحرت الحملة الصليبية السبعة بقوام 1800 سفينة وتمانين ألف مقاتل وقيادة المالك لويس التاسع أبحرت إلى مصر استولى الصليبيون على ضميات وظلوا فيها ست شهور قبل أن يقرروا التقدم إلى المنصورة في القاهرة كان الصالح أيوب قد مات حاولت شجرة الدر زوجة السلطان إخفاء الخبر حتى مجيء ابنه توران شاه من الشام وأدارت مصر في مرحلة صعبة أعطت فيها قيادة الجيش لفارس الدين أقطاي في أول ظهور للمماليك كقادة عسكريين في مصر وفقت شجرة الدر على خطة بيبرس باستدراج الصليبيين إلى داخل مدينة المنصورة بفتح باب من أبوابها ابتلع الصليبيون الطعم ليفاجأوا بالسيوف من كل جانب بعد انضمام الأهالي للمعركة تراجع الصليبيون لمعسكرهم ووصل توران شاه إلى مصر في فبراير 1250 ليعلن نبأ وفاة والده ويقود الجيش ويحاصر معسكر الصليبيين أثناء محاولة الصليبيين لانسحاب ليلا إلى ضمياط تمكن المصريون منهم في فراسكور وأثر الملك لويس التاسع ونقل موسى السلم إلى دار القاضي ابن لقمان بالمنصورة دلوقتي واحدة من أدوارنا هي أننا نفضل في البيت ونشاط البيت المعروف والسنوي لكل الأمهات المصريات هو الشتوي والصيفي والسؤال الأشهر دلوقتي نلبس الشتوي والنلبس الصيفي خلونا نروح لمننا نعرف منها أخبار التقس ودرجات الحرارة وكمان جاوبين على السؤال نعمل إيه؟ لسه مش عارفين والله يا دينا من أول أسبوع قلنا أننا احتمال نبدأ ندخل في خصة الصيفي لكن الأسبوع ده الجو حنلاقي فيه انخفاض مرحوظ في درجات الحرارة خلينا نشوف مع بعض خبارات الأرصاد الجوية قالوا وأكدوا أن النهار ده حيكون فيه انخفاض نسبي في درجات الحرارة عكس إمبارح وتوقعوا أن التقس النهار ده في القاهرة الكبرى حيكون معتدل في النهار لطيف وبارد بالليل وحيكون فيه شبورة والرياح هتكون معتدلة وفي الواجه البحري حيكون نفس الموضوع وحيكون فيه شبورة والرياح برضه معتدلة أما في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية الجو حيكون لطيف بالنهار مائل للبرودة بالليل وحيكون فيه شبورة والرياح أيضا معتدلة أما في جنوب سيناء والبحر الأحمر الجو حيكون فيها حر في النهار لطيف في الليل والرياح هتكون معتدلة أما سعيد مصر حيكون الجو فيه حر جدا في النهار ولطيف بالليل وأيضا الرياح ما زالت معتدلة في كل محافظات مصر فهي مع بعض نتعرف على بعض درجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات ونبتدي كعادتنا من القاهرة إلى العزمة فيها 26 والصغرى 16 الإسكندرية العزمة 22 والصغرى 14 مطروح العزمة 21 والصغرى 15 بورسعيد العزمة 22 والصغرى 15 طابة العزمة 28 والصغرى 15 كاترين العزمة 27 والصغرى 14 شرم الشيخ العزمة 33 والصغرى 22 والغردقة العزمة 32 والصغرى 20 الفيوم العزمة 28 والصغرى 17 بني سويف العزمة 29 والصغرى 17 المينيا العزمة 29 والصغرى 15 أسوان العزمة 39 والصغرى 18 الوادي الجديد العظمة 35 والصغرى 18 وحلايب العظمة 30 والصغرى 16 وزي ما احنا شايفين المحافظات الجنوبية أغلبها الجو فيها حار جدا ودي فرصة هيلة ان احنا نفضل قاعدين في البيت ونتقي حرارة التقس اللي موجودة وخلينا نتحول على طول من أخبار التقس للسوشال ميديا وحنبدأها برجوع هاشتاج للجيوب الأنفية عشان يتصدر تراند تويتر وده طبعا علشان بداية فاصل ربيع كتير من رواد موقع تويتر اتكلموا عن معاناتهم مع الظروف الجوية الحالية بسبب الأتربة وخصوصا مرضى الجيوب الأنفية تعالوا مع بعض نشوف التويتي هاشتاج الجيوب الأنفية يعود لتصدر تراند تويتر ونبتدي معا منا اللي بتقول الجيوب الأنفية وها هو قد بدأ شهر أربعة بطريقة كوميدي خلود بتقول صداع الجيوب الأنفية قال لي عينك يا خلود تسليم هلال بتقول حالة الجيوب الأنفية عندي دلوقتي ادركني يا شايفوك أسما دودار بتقول لسه هنام لكن الجيوب الأنفية تطلع وتظهر وتقول والله ما يحصل لازم أموتك سلامة كل الناس اللي بتعاني من الجيوب الأنفية خلينا نروح للنجمة أحمد السقق اللي نشر فيديو جديد بيرجع فيه للشعر للمرة الثالثة واللي قدم فيه خلاله قصيدة جميلة بعنوان بحبك يا بلدي تعالوا مع بعض نشوف الفيديو الفنان الكاميدي علي ربيع شارك جمهوره بصور لمسلسله اللي جاي في شهر رمضان على حسابه الخاص على انستجرام واللي حيشارك البطولة معاه الفنان مصطفى خاطر علي ربيع علق على السلطين وقال رمضان 2020 على بركة الله السلطين علي نشرهم على صفحته بتظهر في محطة بنزين والتاني بيظهروا فيها على هيئة عمال بشكل كاميدي وكتب على البوسترين أمر دي أما الفنانة أسمى أبو اليزيد نشرت مقطع فيديو جديد بتقلت فيه أداء أمينة خليل وظافر العبدين في مسلسل ليالي أوجيني اللي شاركت في بطولته واستخدمت فلترز عشان تغير شكلها وتجسد الشخصيتين تعالوا نشوف الفيديو أما الفنان محمد رمضان نشر على حسابه على انستجرام فيديو له من كواليس تصوير مسلسل البرانس والأصحاب فيه أصاب فيه مصور المسلسل بدون قصد تعالوا نشوف عمل فيه تصرت الكاميرا بس يلا الحمد لله جت خير نشر الفنان محمد أنور فيديو جديد ليه على انستجرام وهو بيستخدم فلتر علشان يضخم وشه وبيقدر من خلال الفيديو دي يوجه رسالة لمتابعيه في العزل المنزلي نشوف قال ايه في الفيديو العالم كله قاعد في البيت مش احنا بس اللي قاعدين في البيت في مصر وعشان كده اللاعب كريستيانو رونالدو نشر فيديو جديد على صفحته رسمية على فيسبوك بيعلم فيه عند حد جديد في فترة العزل المنزلي تعالوا نشوف قال ايه أخبار السوشال ميديا خلصت لكن فقراتنا في صباح الخير لسه مستمرة وانتو لسه قاعدين في البيت ومتابعيننا إليك دينا من جديد شكرا لك يا منا بس يعني بتكره التقرير الأخير بتاع كريستيانو رونالدو أنا تعقت يعني كتير كده علي شكرا يا منا شكرا لك دينا هرجع لحضراتكم لكن قبل ما نروح الفصل عايزة سيب معاكو حاجة حلوة أنا وكتير من جيلي كان التلفزيون جزء من ثقافتنا يعني احنا تربينا على انه التسلية والمعلومة والثقافة كان مصدرها التلفزيون وتحديدا التلفزيون المصر وكانت لعبتنا اننا نقلد الاعلاميين الكبار في طريقة كلامهم ونعمل حوارار شبههم وانه لما جينا نتعلم مخارج الألفاظ في اللغة العربية اتعلمناها من الناس الكبار كان في ناس محظوظين اكتر انهم اتلمزوا على قديهم مباشرة من زملائنا الموزيعين ومنهم مننا كانت لست بتحكيلي في الكواليس وكان في ناس اقل حظا لكن برضو تعلموا منهم حتى عن طريق شاشة التلفزيون عايز اقولكم على حاجة صغيرة كمان انه اثناء تحضرنا لبرنامج صباح الخير يا مصر في نسخته الجديدة كان البروديوسر بتاعنا استاذ هاني لطفي كان دايما يقول لنا كده تفرجوا على الحلقات الاولى من صباح الخير يا مصر شوفوا العظماء بتوع التلفزيون المصري كانت طريقتهم ايه وقد ايه كان رقيهم دي كانت حاجة من الحاجات اللي كنا بنذاكرها ومش كنا ما زلنا ما زال جيلنا وكتير من الاعلاميين مش بس المصريين لكن العالم العربي بيتعلموا وبيذكروا من قصص الاعلامي الكبارة سيب معاكم دلوقتي يعني تقرير بسيط لان مبارح كانت ذكرى وفاة الاعلامي محمود سلطان اللي بيعد واحد من اشهر الاعلاميين المصريين اتخرج على ايده عشرات من الاعلاميين المصريين والعرب وكان هو واحد من اوائل المدعين اللي قدموا اول برنامج توك شو اخباري في التلفزيون وكمان برنامج صباح الخير يا مصر دخلوا نشوف التقرير اللي جاي عن الاعلامي الكبير محمود سلطان رحم الله ابطلنا واسدتنا الكبار ميعاد الموجز مع ايمان ونعرف انه كمان ايمان كانت احد الذين تأثروا بالاعلامي الكبير محمود سلطان أكيد كان لها شرف أني أتلقى التدريب على إيد الإعلام الراحل موهوب الخلوق رحمة الله علي بشكرك يا دينا ومشاهدين تامنا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرانتش ونجزوا الأخبار بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الفرنسي إمانيويل ماكرون سبل تعزيز تعاون المشترك في مواجهة أزمة كورونا سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى القارة الإفريقية جاء ذلك خلال اتصال هاتفي طلقه رئيس السيسي من نظيره الفرنسية وتناول الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون التنائي بين البلدين فضلا عن تبادل رؤى تجاه بعض الملفات الإقليمية محل الاهدمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية تفقد رئيس عبدالفتاح السيسي بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة وذلك في إطار دعمها للقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل وفق هدف رئيسي هو الاستقرار على خطط وإجراءات مواجهة أزمة فيروس كورونا مع مراعاة الجانب الاجتماعي لتعامل مع المتضاررين من تداعيات هذه الأزمة وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد أن اللجنة الوزارية الاقتصادية وفقت على صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها خمسة ملايين جنيها كما وجه رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الصرف الفوري لتلك المساندة الخاصة بهذه الشركات أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 247 حالة وخروجهم من مستشفى العزلة وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 346 حالة بالإضافة إلى تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة و7 حالات وفاء ليصبح إجمالي الإصابات التي تم تسجيله حتى اليوم 1173 حالة و78 حالة وفاء أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستشهد خلال الأيام القادمة ذروة انتشار فيروس كورونا وأشار ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليوم لغلية الأزمة بشأن مواجهة فيروس كورونا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع بعض الدول الصديقة لتجربة جدوى بعض اللقاحات في مواجهة الفيروس وأوضح ترامب أنه تم إجراء فحص كورونا وتسلم نتائجه لـ 1.67 مليون أمريكي منوها إلى أنه سيتم خلال يومين نشر 3000 من التواقم الطبية في نيوجيرسي ومناطق أخرى إلى بريطانيا حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء أن باريس جونسون دخل المستشفى لإجراء فحوص بسبب استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالمرض وفي قطاب النادر أكدت الملكة إلى زبت أن الشعب البريطاني سينتصر على فيروس كورونا إذا صمد في وجه إجراءات العزل العام معربة عن تضامن بلادها مع دول العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة الفيروس وأثنت الملكة على العاملين في مجال الرعاية الصحية لتفانيهم في العمل أعلنت الصين تسجيل 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بينهم حالة واحدة وافدة من الخارج أقلت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة أمس قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي لواء أحمد المسماري إن القيادة العامة تتابع تطورات فيروس كورونا مشيرا إلى أن هناك تعليمات بإنشاء مستشفيات عسكرية في كامل الأراضي الليبية وأوضح اللواء المسماري أن هناك ثلاثة غرف عمليات لبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي الليبية وأكد المسماري أن الجيش الوطني الليبي عازم على إنهاء الغزو التركي ووجود الميليشيات الإرهابية أعلن مكتب رئيس الحكومة العرقية المستقيل عادل عبد المهدي عن مقترح أمريكي بفتح حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن يهدف المقترح وفقا لبيان صادر عن مكتب المهدي إلى تحقيق مصالح البلدين في ظل القرارات والمستجدات في العراق والمنطقة وقد جاء المقترح الأمريكي خلال اللقاء جمع عادل عبد المهدي بالسفير الأمريكي في بغداد ماتيو تولور الذي أكد لرئيس الحكومة العرقية مقترح واشنطن لتحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات وفق المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جارت تاوت جيت على تقليص راتبه بنسبة 30% كمساهمة منه في رفع الضغوط عن كهل اتحاد كرة القدم في بلاده بفعل أزمة فيروس كورونا المستجدة كأتهي الخطوة من جانب تاوت جيت بعد توقف النشاط الكروي حول العالم وعدم ارتباط المنتخب الإنجليزي بأي مباريات في المستقبل القريب هذا قد كان الاتحاد الأوروبي قد قرر أواخر شهر الماضي تأجيل يورو 2020 إلى العام المقبل كما تم إلغاء المبارتين الوديتين للمنتخب الإنجليزي أمام دانمارك وإيطاليا ختم مجز أتمين أعود وألقاكم في التاسعة صباحا ومجز جديد لأهم الأنباء أعود من جديد إلى دينا دينا يمكن من ضمن أخبارها تنازل مدرب المنتخب الإنجليزي عن جزء من راتبات ده طبعا احتراما لتوقف النشاط الكروي المبادرات دي أكيد بنتوقف عندها ونتمنى أنها تسود العالم كله مع أزمة كورونا بوافقك الإعجاب بالمبادرة جدا وجمال المبادرات دي أنها تطوعية أنها غير مفروضة عليه ومحدش طلب منه يعمل كده فده يعني جزء من الرقي في الصورة يعني صحيح مشكرك شكرا جزيلا إيمان يبقى أنه دورنا كلنا كل واحد في مكانه ممكن مش كل الناس تقدر تتطوع أو تقدم ماديا لكن فيه طرق كتير وصول كتير للمساعدة والدعم في الوقت الحالي فاصل نكمل مع حضراتكم صباح الخير مصر مرة تانية صباح الخير عليكم وجودنا في البيت لا يلغي أنه رياضة حاجة مهمة جدا وكتير من الناس ابتدوا يتعلموا إزاي كمان يمارسوا رياضة داخل البيت معدنا دلوقتي مع أخبار الرياضة مع منا صباح الخير على كل مشاهدينا من جديد بسبب تجميد النشاط الرياضي في مصر وفي العالم كله بتناقش أجهزة الكرة في الأندية اقتراح تخفيض رواتب لعيبي الدوري الممتاز بنسبة 30% وده زي ما حصل في دوريات العالم ومنها الدوري الإنجليزي الاقتراح أن اتحاد الكرة يحصل على 30% من عقوقات اللاعبي في الدوري الممتاز ويوزحها على الأندية في الدرجات الأقل واللي مش قادرة تدفع مرتبات اللاعبين عندها بسبب إيقاف الدوري وده بعد ما تقدمت أندية الدرجة التانية وأندية الدرجة التالتة بشكوى لاتحاد الكرة إنها مش قادرة تدفع مرتبات اللاعبين اللي ما بقوش قادرين يستحملوا الظروف دي خصوصا إن القيمة المالية لعقدهم قليلة جدا ومعندهمش أي مصدر دخل تاني بسبب العروض الكتير من أندية الدوري المحلي اللي جات للاعب الأهلي ناصر ماهر اللي معار لفريق نادي سموحة تواصل اللاعب مع المسؤولين في الأهلي علشان يحسموا مصيره إذا كان حيرجع للفريق تاني في نهاية الموسم ولا يقبل عرض من العروض المغرية اللي بتجيله ومنها عرض لللاعب لصالح سموحة بشكل نهائي المفروض إن رجلة الكرة في الأهلي حتعمل اجتماع خلال أيام مع ريني فيدلر المدير الفني علشان يحددوا مصير اللاعب بالإضافة كمان لمصير اللاعب المغربي وليد أزارو المعار لنادي الاتفاق السعودي واللي جاله 3 عروض لغاية دلوقتي للتعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية وأكتر من ملف ما زال بيشغل نادي الزمالك منها ملف صفقات الصيف وفي تواصل مستمر بين باتريس كارتيران المدير الفني للفريق وقطاع الكرة في النادي وده لحسم الملف ده كمان وضع مجموعة من السيناريوهات الخاصة بالمرحلة اللي جاية خصوصا إن نادي الزمالك مستني قرار الاتحاد الأفريقي بخصوص ماتش الرجاء المغربي في نص نهائي دوري أبطال أفريقيا والمفروض يتلعب الشهر اللي جاي ولسه مع أخبار الكرة ولكن نتحول عالميا حيث رصد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الأسباني 150 مليون جنيه استريني عشان يخطفوا المهاجم الإنجليزي هاري كان لعب تاتنهام وده خلال فترة الانتقالات وبيحاول كل نادي إنه يقدم كل الإغراءات للعب علشان يضموا لصفوفه رئيس نادي تاتنهام قال إنه ما عندوش أي مانع من رحيل هاري لو جالهم عرض مغر خصوصا إن الفلوس المتوقع ياخدوها من صفقة بيعه حتساهم في دعم صفوف الفريق استعدادا للموسم اللي جاي 55 مليون جنيه استريني ده المبلغ اللي ممكن يخسره نادي ليفر بول الإنجليزي هو مستحقاته من حقوق النقل التليفزيوني وطبعا بما إن الدوري متجمد بسبب فيروس كورونا وممكن الموسم السنة دي يتلغي تماما فممكن جدا ليفر بول يخسر المبلغ ده نادي برشلونة الإسباني انضم لحملة في الصين هدفها التبرع بمليون قناع وقائحة توزع في إسبانيا لمكافحة فيروس كورونا وهدف الحملة دي توزيع 800 ألف قناع لصالح المعاهد الطبية في برشلونة و100 ألف في المدينة والباقي حيروح لمؤسسات تانية في العاصمة الإسبانية أليكزندر سيفيران رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد أن كل المسابقات الأوروبية بما فيها دوري أبطال ودوري أبطال أوروبا لازم تنتهي قبل يوم 3 أغسطس مع الاعتراف بالوضع الاستثنائي اللي بيمر العالم كله به لكن أليكزندر قال أنه إذا انتهت أزمة فيروس كورونا فلازم يبدأوا استئناف المسابقات دي فورا وممكن كمان يتم تغيير نظام المسابقتين وكده نبقى خلصنا أخبارنا الرياضية إليك دينا من جديد نستكمل معاك باقي فقرات صباح الخير بشكرك شكرا جزيلا يا منا واضح جدا كده من أخبار الرياضة أنه كل حاجة قابلة لإعادة الترتيب بعد انتهاء كورونا إن شاء الله تنتهي على خير قريبا مرة تانية بنرجع لحضراتكم ولأننا بنتكلم أنه كل القطاعات تأثرت وكل القطاعات تضررت وأنه أيا كانت الأضرار مش هتكون أبدا زي صحة وسلامة وحياة الناس علشان كده الكل قابل بالتضحية ولأن كلنا عافين أنه أزمة تفشي فيروس كورونا أثرت على كل دول العالم بلا ستناء حتى الدول اللي مفيهاش كورونا على فكرة تأثرت اقتصاديا لأنه العالم في العقود الأخيرة اتحول من دول مقفولة على نفسها لقرية صغيرة كل بلاد بتدي منتجات لبعضها وتاخد سلع من بعضها كتير من الدول بتعتمد على دول أخرى تحديدا في المنتجات الغذائية والزراعية مع الأزمة الحالية تعليق حركة الطيران في دول كتير بقى في تساؤلات كبيرة عن أزمة الغذاء خصوصا المحاصيل الزراعية لأنه العالم كله بيعتمد عليها وزي ما في دول عندها انتاج زراعي وفير ومتنوع زي مصر في دول تانية كمان بتعتمد بشكل أساسي على الاستيراد احنا حتى الآن كل الأخبار بتقول أنه عندنا إحساتي استراتيجي عندنا محاصيل مازالت قيد التصدير وده أعتقد تكلمنا فيه قريب حتى في البرنامج لكن النهاردة هنتناقش مع ضفنة الكريم دكتور علي عبد المحسن أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد معهد الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة فيه أسئلة كتير تخص الزراعة والمحاصيل في مصر صباح الخير على حضرتك صباح ولا تحت أمر أولا دكتور علي عدين نعرف من حضرتك إيه وضعنا أو الأمن الغذائي تحديدا في القطاع الزراعي في مصر كان إيه قبل كورونا وإيه الحالة دلوقتي في ظل الظروف الجديدة تمام في البداية نحب برسل طبعا ستاة المشاهدين أننا الوضع الغذائي في مصر يعني مطمن ومبشر بالخير السياسة المصرية بصفة عامة يعني بتعتمد على توفير القدر أكبر من احتياجات السكام للغذاء محليا ودي بردك السياسة الزراعة دي بصفة عامة وسياسة الزراعية بصفة خاصة ده فعلا اللي كان بيميز زراعة عن المجال الصناعي في مصر دايما نقول المجال الصناعي بيحتاج لقطع يعني أو مواد خام أساسية كتير من بره لكن الزراعة احنا أرض الزراعة مش كده؟ اه طبعا انا برضا اخوال السياسة في انحنا عندنا يعني عشالناس تطمن ان عندنا في مصر حوالي تسعة وربع مليون فدان أراض زراعية بنعيد زراعتهم أكتر مرة في السنة يعني عندنا حوالي ستاشر مليون فدان بيتم زراعتهم سنويا لإنتاج المحاصيل المختلفة عندنا حوالي تلاتة يعني تلاتة واربعة من عشر مليون رأس من الجموس حوالي أربعة ونص رأس من من الأبكار حوالي أربعة وثمانة من عشر أغنام تلاتة ونص ناعز فعندنا صروة حيوانية وصروة زراعية كبيرة جدا يعني قادرة انها تكفي احتياجاتنا ونعدي الأزمة دي على خير ان شاء الله لكن برضو دكتور كنا بنسمع كتير انه لا احنا بنستورد تحديدا الأمر هيفضل السؤال ده هو أهم سؤال نسأله لحضرت واحنا بنستورد كمان ثروة حيوانية فالوضع ده تأثر ازاي بعد فيروس كورونا تمام احنا سيادتك بنستورد حوالي خمسين في المية من احتاجاتنا من القمح من الخارج وإحنا في الوقت الحالي عاملنا حوالي مخزون يكفي حوالي ثلاث شهور والانتاج اللي هو في الارض في الوقت الحالي يعني المساحة المزروعة من القمح حوالي ثلاثة أربعة عشر منو فدام متوقعا تدينا انتاج اكتر من تسعة مليون طن فإحنا بنستهلك في السنة حوالي تمنتاشر مليون طن فالتسعة مليون طن مع تياتا يعني يكفي حوالي نصف سنة وعن تياتا تياتا شهور دلوقت احنا عندنا يعني أمح يكفينا ان شاء الله حوالي سنة قدام فانا فيش اي مشكلة في اي حاجة ان شاء الله الحمد لله يعني عايز اقول حاجة بس لمشاهدين جملة اعتراضية كده يبقى نيجي نسأل حضرتك الازمة فين هل في ازمة في اي منتج زراعي في مصر لانه برضو بنسمع انه في تصدير لمحاصيل والناس خايفة مصر بتصدر واحنا مش عارفين احنا هنقفل على نفسنا قد ايه طبعا هو سيادتك المحاصيل احنا بتصدره الخارج احنا عندنا فوقت كبير فيها يعني احنا مثلا بننتج من البطاطس حوالي خمسة مليون طن بطاطس في السنة بنستهلك حوالي 4 مليون طن بنصدر حوالي مليون طن فدية ميزة لنا في الوقت الحالي ان احنا يعني نحافظ على الصدرات بتاعتنا وكده لكن مفيش اي مشكلة تأثر على المعروض في السوق المحلي احنا زراعنا السنة دي حوالي في الموسم الشيط اللي موجود ديوقاتي حوالي 250 ألف طن بطاطس متوقعة الدين اكتر من 3 مليون طن من البطاطس ونحنا نشافرين بطاطس متوفرة في الاسواق وخيصة وبتمدعش بالكيلو كمان وبتمدعش بالشكارة فيعني ده ليلة انها متوفرة وفيها وفرة في السوق حدك بتقول دلوقتي المحاصيل الشتوية هو ده الموسم بتاع الحصاد خوالي الحصاد الشتوي صح؟ اه تمام يعني حوالي اسبوع كده عشر طن بكتير يتم محصاد البدء في حصاد محصول قمح ايه بقى المحاصيل الأشهر المحاصيل بتاعت الموسم ده يعني المحاصيل الشتوي مثل اهم حاجة المحصول القمح بنجر السكر الفل البلدي البصل الشتوي البطاطس الشتوي الطماطم الشتوي محصول السوم ديات اهم المحاصيل الشتوية وديات تمام كده عندنا بطاطس وعندنا بصل وتوم وطماطم وخيص صنية البطاطس جاهزة اه تمام طيب موسم حصاد القمح لانو حدك كلمت عليه خلينا نسأل احنا طول الوقت كان عندنا تحدي في موضوع زراعة الام ودايما بنسمع كده مشروع الاكتفاء الذاتي من زراعة الام تمام انا شخصيا كانت معلوماتي اخر معلومات ان احنا منستورة 75% ده اكتنا رضا بتقول لنا 50 اه 50% وده معناه ان احنا تطورنا جدا في الزراعة اه طبعا طبعا ايه الخطة اللي وزارة الزراعة حطاها عشان زيادة مساحة الارض المزروعة بالامح هي وزارة الزراعة ماشي بالنسبة المحصول الامح في اتجاهين الاتجاه الاول اللي هي التوسع الرأسي ان احنا نزود الانتاجية الفدانية عندنا مركز بحوظ زراعية معدل المحاصيل الحقلية اه مهتم جدا بانتاج اصناف جديدة عالية الانتاجية اه بالنسبة المحصول الامح يعني احنا عندنا في الحكولة الارشادية اللي بتعملها وزارة الزراعة الفدان من الامح بيجيب حوالي يعني مش عارس اقول حديثك حوالي احنا نتوسع في استعمال الاصناف الجديدة وانشار الزراعي ام يعني بقى فيه صحوة للفترة القادمة ان شاء الله تعالى بحيث ينقل المعلومات الخاصة بزيادة التجاه بحوظ الزراعية اللي بتتعمل تتنقل للمزارعين وغدبال معلكي النقطة التالية احنا نتوسع اوفكي في محصول الامح في مشروع مليون ونص فدان بالاضافة للاراضي اللي هي موجودة في وقت الحال الموسم الشتوي ودلوقتي زي ما حدريك بتقول جني المحاصيل الشتوية استعدادات الوزارة للموسم الصيفي وتحديدا لانه في برضو اجراءات كتير من ان العمالة اقل ده اللي بنسمعه الاستعدادات للموسم الصيفي وايه اللي بيحصل دلوقتي في الاجراءات الخاصة اثناء الازم اه تمام هو سيادة بالنسبة للموسم النهاية لحصلة للموسم الشتوي بداية الموسم الصيفي احنا طبعا احنا عارفين ان فيه يعني العمالة قد فيها صعوبة في التنقل او يعني فيها مشاكل بسيطة وحاجات زي دول فعنا فرصة ان احنا نتوسع في استخدام المكانة الزراعية اللي هي الالات الحصاد بتاع الامح والدراس والحاجات دي كلها هيت عندنا برضك اجهزة كتيرة برضك لدى وزارة الزراعة جرارات الالات تسويب الليزر مكانة كبيرة جدا بتقوم يعني بتحل محل جزء كبير من العمالة البشرية بالاضافة ايضا ان الوزارة بغضف الاعتبار ان هي توفر الاسمدة الكيموية المناسبة للمحاصيل المختلفة قبل ما عادل الزراعة بوقت كافي بحيث احنا ما عندنا مشكلة بحيث عندنا الالات متوفرة اللي هتون بالعملات الزراعية المختلفة وعندنا الاسمدة الكيموية اللي احنا نضفها والتقاوي يعني منفضل ربنا سبحانه وتعالى نتقاوي المحاصيل الصيفية او المحاصيل الحقلية بصيفة عامة كلها بتم انتاجها في مصر نسبة 100% ما بنستوريش نتقاوي من الخارج للمحاصيل الحقلية لأرز ولا قطن ولا دورة ولا حاجات كلها في الحمدها مطفرة فالأمور تحت السيطرة الحمد لله تعالى بإذن الله ويعني تمت اعلان عنها ان احنا يعني كنت تكون مطفرة دهوقتي في الجمعيات قريبا للمزارعين ان شاء الله يبقى أننا نسأل حضرتك انه في ظل اي ازمة بتعدي على مصر مصر عينها طول الوقت على مية النيل تمام واحنا عارفين انه احنا عندنا حرب تانية بناخدها هي حرب حق مصر في مياه النيل والحق المشروع ليه تمام ويجي على طول السؤال عن زراعة الرز معروف انه الرز من الزراعات اللي بيتزرع بالغمر وبياخد يعني كميات كبيرة من المية هل السياسة دي تغيرت هل البحوث الزراعية كمان اضافت حاجة في طريقة زراعة الرز تمام وفي البداية فيه تنسيق ما بين وزارة الزراعة ووزارة المارد المائية لتحديد مساحة الأرز ففي الوقت الحالي يعني صدق قرار من وزير الساد وزير المارد المائية والراي ان مساحة الأرز السنة الموسم القادم ان شاء الله يعني هتبقى في حدود 724 الف فدان دي في المحافظات دي المخصصة لزراعة الأرز بالإضافة إلى 200 ألف فدان لأرز بردك أصناف بتاخد احتاجات مياه أقل بالإضافة أيضا ل150 ألف فدان هنزراعهم أرز بردك ان شاء الله تعتمد على المياه اللي هي عليها الملوحة والأراضي اللي فيها يعني ما فيها مشاكل في الصرف وفي دغلة الملوحة بتاعتها وكده ده بالنسبة للمساحات اللي هي المحددة لزراعة الأرز في هذا الموسم بالنسبة بقى دول وزارة الزراعة ومركز بحصوص الزراعية تم اصطباط أصناف جديدة بتاخد كميات أقل من المياه وعلى سبيل المثال فيه صنف جديد يعني يتم التوسع فيه في الوقت الحالي اسمه هاجين واحد ده بيعطي انتاجية أكتر وبيقعد في الأرض مدة أقل وبياخد احتاجات مائية أقل ده بالنسبة للتج يعني حتى الرز فيه أصناف فيه تور مختلفة لزراعة آه طبعا لكن الفكرة كان بتقول لأنه بطل نزرع رز لأنه دايماً يبقى فيه حاجات فيه تطرف في الأفكار كده نبطل نزرع رز وفيه خطر حقيقي على المياه ده مش قرار حكيم إنه يحسن لا طبعاً يعني إحنا لازم نزرع مساحة معنا من الأرز عشان عندنا محافظات زي اللي هي كفر الشيخ والشرقية والأهلية والمحافظات بكلها بيبقى فيها يعني قرهبة من البحر فالمياه الملحة بتخش عليها فلازم يبقى فيه زراعة أرز عشان يعمل غسيل لازيل أراضي ويتم زراعتها بعد كده مستقبلاً في المحاصيل الشيطورية وهكذا إيه ده فعلاً؟ الأول مرة في المعلومة دي؟ أه طبعاً لحاجة لطيف عشان كده الرز بيتزرع في الشمال يعني حزام معين كده لساتك قلت عليه في الشمال فده لازم نزرع مساحات معينة يعني المشكلة الناس كانت بتخالف وتتوسع يعني زمان تسيطك يعني كل المساحة نحن حددناها دلوقتي سبعمل أربعة وعشرين ألف ومئتين ألف ومئة وخمس ألف حوالي باللون ستة وسبعمل ألف الناس كانت قبل كده بتخالف بتزرع مساحات أكتر من هذه المساحات فتم فرض غرامات كبيرة عليهم ومخلفين وحاجة زي كده فبدأ يتم دلوقتي يعني تحجيم المساحة إلى المساحة المستهدفة اللي هي تعمل لنا اكتفاء الزات في مصر من الأرز من ناحية التانية تحافظ على خصوبة الأراضي والجودة بتاعتها أخيرا يبقى أننا أقول حضرتك كل الحكومة دلوقتي بقت حكومة إلكترونية ومتاحة خدمتها كلها إلكترونيا شكاوى المزارعين لو في حد مزارع عايز يوصل لقيادات وزارة الزراع إيه طرق التواصل بين الوزارة وبين المواطنين أو المزارعين بشكل مباشر طبعا مع الوزير الزراعة السيد القصير عامل قناة ابتصال ما بين جميع مؤسسات الوزارة وجهات التابعة لها وجميع المواطنين بصفة عامة وأي شكوى بيتم أخذها في الاعتبار وتوجيهها للمسؤولين وعمل رد عليها وإعلام بمعال وزير شخصيا بما تم في هذه يعني في موقع للوزارة يتقبل الشكاوي؟ طبعا في موقع للوزارة يتقبل الشكاوي في الوزارة خاصة بخدمة المواطنين ويتم الرد فوليا وبيجي لنا مع الشكاوي من الوزارة ومن جهات خلق الوزارة بنحليها على طول ويعني نسبة الحل جبدا جدا الحمد لله أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي دكتور علي عبد المحسن أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد مهد الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة نورتنا صباح الخير عليك واصل ونكمل مع حضراتكم صباح الخير يوم واصل بحدوق خالص أنا بوصل لرسالة للمصريين إن الدولة المصرية في ظل الإمكانيات اللي موجودة عندها لا تألى جهد أبدا في إن هي تقوم بما يجب عليها أن تقوم وبقول للأمر لسه متعش حنتحرك أكتر حنبز الجهد أكبر والأجهزة ديت والمؤسسات اللي بتكلم عليها سواء كان القطاع الطبي في مصر أو مشاركة القوات المسلحة أو الشرطة وبقيت الأجهزة في عمليات التطهير والمعالجة للتغلب على هذا الفيروس المستمرة فهذا أمر مستمر وحيستمر وأنا بقول كل اللي مطلوب من المصريين تاني بكراره من فضلكم من فضلكم ساعدونا إن إحنا نعبر أخطر أزمة ساعدونا نعبر أخطر أزمة وإذا قل إحساسنا بالخطر وحسينا إنه هنزل من بيتي وإن شاء الله خير أصلا نزلت قبل كده وما جراليش حاجة ومش هتعيدي أول ما نبدأ نحس بالتهاون ده ممكن لا قدر الله ندخل في مرحلة أو في وضع إحنا ما كناش نتمنى ولا نقدر على اختياراته لأنه اختياراته كلها صعبة زي ما كتير اتكلمنا في البرنامج عن أنه دورنا مش بس أننا نقول لحضراتكم الأخبار واللي بيحصل في البلد لكن كمان متابعة الخبر لحد ما يتحول إلى حقيقة خصوصا في الوعود الحكومية أو الترتيبات الحكومية والإجراءات الاحترازية أثناء معالجة فيروس كورونا زملنا العزيز محمود جميل موجود دلوقتي داخل مكتب بريد العباسية لمتابعة إجراءات صرف الشريحة التانية من معاشات إبريل واللي كنا تكلمنا كتير في إجراءات التسهيل على المواطنين أثناء صرف المعاشات محمود أكيد عنده تفاصيل أكتر محمود صباح الخير عليك صباح الخير عليك يا دينا وعلى كل سادة المشاهدين بنصبح عليكم في اليوم السادس على التوالي بتستمر مكاتب البريد على مختلف محافظات الجمهورية في صرف المعاشات اللي بدأت من يوم 1 أبريل الحقيقة قبل يوم 1 أبريل كان فيه خطة مسبقة ما بين هيئة البريد المصري وبالتنصيق مع وزارة التضامن في اتخاذ عدد من الإجراءات والتسهيلات على أصحاب المعاشات كان من ضمن الإجراءات دي أنه تم تأسيم أصحاب المعاشات لفئات مالية مختلفة وتم توزيع الفئات المالية دي على أيام معينة تم بدء الصرف في الفئة الأولى اللي كانت أقل من ألف جنيه ودي انتهت وبدأنا من مبارح بدء صرف المعاشات للفئة التانية اللي هي من ألفين جنيه ومن ألف جنيه لحد ألفين جنيه الفئة دي حقعددهم حوالي اتنين ونص مليون مستحق للمعاش وفيه إجراءات بتتتم داخل مكاتب البريد احنا موجودين معاكم النهاردة من داخل مكتب بريد العباسية أول علشان نتعرف على سير العمل في اليوم السادس على التوالي لصرف المعاشات وأهم الإجراءات والتسهيلات اللي بتقدم لأصحاب المعاشات خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال ضفنا اللي مشرفنا الأستاذ ميلاد دعطالة مدير مكتب بريد العباسية أول صباح الخير أستاذ ميلاد وحبين تطلعنا وتطمننا على سير العمل داخل مكتب البريد هنا وإحنا بنتكلم في اليوم السادس واليوم التاني لبدء صرف المعاشات للفئة التانية صباح الخير يا فندي زي ما حددهك شايف طبعا نحن بناء توجهات الهياة القواملة البريد للحد من انتشار الفيروس نحن قسمنا المعاشات لشرائع الشريحة التانية اللي هي من أول من أول ألف جنيه لغاية ألفين جنيه ابتدت مبارح وإن شاء الله تنتهي بكرة ومن يوم الأربع نبتدي الشريحة التالتة اللي هي من أول ألفين جنيه فيما أعلى لغاية يوم الحد اللي جاي إن شاء الله هنبتدي الشريحة التالت اللي هي تخلفوا عن الفترة اللي فاتت هنبتدي فيهم من أول يوم 12 وزي ما انت شايف طبعا حضرتك احنا فيه وقاية كاملة لجميع العاملين بالمكتب من لبس الجوانتيات والكمامات بصفة مستمرة حابب بردو هل تم رصد مخالفات في الأيام السابقة ولا فيه التزام كامل من قبل المواطنين أو العملاء المترددين على مكاتب البريد بالتعليمات والإجراءات اللي حضرتكم يعني قررتوها طبعا احنا عملنا توعية كاملة للعملين ببعض الملسقات خارج المكتب بالجدول للشرائح وفيه بعض المخالفات بصيفة بس تم التوعية بيها أهم التسهيلات اللي بتقدم لأصحاب المعاشات يعني فيه أكيد مستجدات فيما يتعلق بمكينات الصرف الـ ATM وأيضا البطاقات اللي كانت يعني وقفة وبدأ فيه استثناء لها لو حضرتك تكلمنا على أهم التسهيلات اللي بتقدم لأصحاب المعاشات في هذه الأيام هو أحد ديك طبعا الفترة اللي فاتي ديك كان فيه فتحنا كل المكان كل الفيز اللي كانت مقفولة ودينا سماع خلال الفترة دي وفيه أحد ديك عارف فيه انتشار للمكان ATM على مستوى الجمهورية بالنسبة للحد الأقصى للمكان كان 4,000 جنيه رفعناه لـ 10,000 جنيه عشان نحد من الموظفين أو من دخول المواطنين للمكتب حضرتك يعني اتكلمت عن الجانب الصحي والآمن للموظفين العاملين في مكتب البريد أيضا هل فيه إجراءات وقائية برضو للحفاظ على العملاء المترددين على مكاتب البريد إجراءات وقائية أو مثلا وجود مقاعد مخصصة ليهم وبعض مسافات ما بينهم؟ في حضرتك علامات استرشادية على الأرض زي ما أنت شايف بمسافات آمنة للعملة وكل واغلبية المقاعد خارج المكتب وبيتبي طبعا توزيع أرقام عليهم وانتظارهم خارج المكتب بمسافات آمنة ليهم للحد من اتشار المكروم يعني أي أهم الإرشادات أو النصاحة اللي حضرتك حابب توجهها خاصة أن احنا النهاردة وبكرة صرف الفئة التانية من أصحاب المعاشات أهم التوجهات أو الإرشادات اللي حضرتك حابب تقدمها لكل أصحاب المعاشات اللي هي ترددوا على البريد حتى الأسبوع القادم؟ انتعرف حضرتك أن احنا فيه أربع تلاف مكتب على مستوى الجمهورية منتشرين طبعا العمل فيهم من الساعة تمانية لغاية الساعة واحدة وفيه ألفين مكتب رئيسيين نمتد فيهم العمل لغاية الساعة ثلاثة تسهيلا على أرباب المعاشات طبعا هم دول أبهاتنا أمهاتنا ولازم نحافظ على صحاتهم غير حضرتك اللي ما وضوع الشرائح دوت يريد بس نلتزم بها لأن ده هيساعدهم هيمنع التكدس هيمنع الازدحام قدام المكاتب الأستاذ ميلاد عطلة مدير مكتب العباسية أول أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا رجع على تشريفك لنا يعني دينا ده كان لقانا مع الأستاذ ميلاد عطلة مدير مكتب العباسية أول اللي أطلعنا على سير العمل داخل مكتب البريد هنا وإحنا بنتكلم في اليوم التاني لصرف المعاشات للفئة التانية وأيضا أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها ما بين تنصيق ما بين هيئة البريد المصري ما بين وزارة التضامن واللي يمكن بتتلخص دينا فيه إنه تم تقسيم صحاب المعاشات لفئات مالية وتم توزيحهم على أيام مختلفة أيضا استخدام مكينات الصرف الـ ATM هيقدروا صحاب المعاشات إنه هم يصرفوا المعاش بتاعهم من أي ATM وبدون أي رسوم كمان يعني البطاقات اللي كانت يعني معلقة أو متوقفة تم الاستثناء ليهم وإن البطاقات دي يتم تشغيلها حاليا للتسهيل عليهم كمان شفنا على مدار الأيام السابقة يعني إنه كان فيه تنصيق ما بين الوزارات المختلفة زي وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة فيه استخدام بعض مقر المدارس ومراكز الشباب فيه يعني وجود مقرات النهاية تكون مقرات للبريد ويكون فيها أعداد من أصحاب المعاشات علشان ما يكونش فيه تجدس أو ازدحام وكمان مبادرات شبابية أخرى فيه تنظيم وتنصيق الأصحاب المعاشات اللي بيترددوا على مكاتب البريد ودي كلها طبعا إجراءات لوقاية أهلينة والتسهيل عليهم كمان في ظل الأزمة اللي احنا موجودين فيها بالنسبة لفيروس كورونا ودي كانت كل الاستعدادات والإجراءات داخل مكتب بريد العباسية الآن أعود إليك مرة أخرى دينا بشكرك محمود على كل ملاحظاتك فعلا المبادرات الجانبية غير الدور الحكومي كانت من الحاجات اللطيفة كان نص الكبال مليان الجميل والمبهج في مسألة التعامل مع أهلينة اللي بياخدوا معاشات في الفترة بشكرك شكرا جزيلا محمود دي كانت متابعة هامة جدا أننا نعرف اللي بيحصل من تطورات خبر كان مجرد خبر لكن تحول إلى التزام أننا نتابع مع حضراتكم أنه أهلينة إحنا محفظين على سلامتهم وكمان كل واحد فينا يعني عنده حد والده أو والدته بياخد المعاش وفضلكم نساعدهم عشان حتى الوصول لمقر المعاش يبقى أكثر أمانا لأنه إحنا عارفين أن هم أكثر القطاعات اللي إحنا خايفين على صحيتهم في الفترة دي وقال أنين عنهم من أي عدوة لا قدر الله نرجع بقى لقطاع تاني أنا قلقنا بالفقرة دي يعني حسة أن أنا هقول كل الكلام اللي بيتقال في الخناءات على السوشيال ميديا القطاع الصناعي هو من القطاعات اللي مشهور جدا أنها تأثرت بشكل كبير جدا بتدعيات انتشار فيروس كورونا التأثر ده ما حصلش في مصر لكن بنسمع في الأخبار العالمية كلها الدولة المصرية من بدري جدا التفتت للأزمة دي ورئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات إقصادية كتير وكانت متتالية ومتتبعة اللي من خلالها الدولة بتقول أنا بدعم القطاع وبدعم القطاع الصناعي وخطاعات تانية كتير لكن تحديدا القطاع الصناعي مهم لأنه يستمر عشان يتجاوز المرحلة دي وصير العمل والإنتاج يكمل وفي إجراءات حكومية كتير حصلت عشان حماية العمالة الدور من الجهتين حماية العمالة من الأضرار الصحية من خلال فرض إجراءات احترازية ووقائية كتير كشارط من شروط استمرار العمل في المصانع والشركات ومواقع المشروعات القومية التابعة للدولة وكمان عندنا أسئلة عن دعم القطاع الصناعي ومرحلة ما بعد الكورونا شايفين أسئلة كتير؟ أنا خايفة بأسباب كتير عشان كده منورنا دكتور كمال دسوئي نائب رئيس غرفة مواد البناء بالتحاد الصناعات المصرية مشرفنا وصباح الخير عليك صباح الخير يا فندم وصباح الخير على الشعب المصري وإن شاء الله نتجاوز الأزمة والقطاع الصناعي والشعب المصري والحكومة المصرية والدولة المصرية تعبر هذه الأزمة بنجاح إن شاء الله أنا يعني سعيدة جداً بأنه متفائل جداً حتى من قبل ما نبتدي الفقرة دكتور كمال ما دينا جرع التفاول ينفع أقول كده أن أنا أخذت جرع التفاول دكتور كمال جايب لنا معاه الهدية الحلوة دي جايب لي كمامات كمامة لونها بينك عايز أشكر مادام دكتور كمال اللي بعثت هلنا خلينا أرجع أسأل حضرتك مباشرة الأزمة أثرت على الصناع دي معلومة خلاص قطاع الصناعي في مصر مقارنة بالعالم طبعاً هو التأثر طبعاً كبير ومصر زيها زي معظم دول العالم حصل تأثر كبير في القطاع الصناعي نتيجة للإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها لحماية العاملين في هذا القطاع لأن زي ما حضرتك شايف أن الحكومة المصرية والدولة المصرية بتولي اهتمام كبير جداً للجانب الصحي أولاً لأن النهاردة الصحة هي التي تعمل الاقتصاد وهي التي تعمل صناعة فبدون الاحترازات الصحية واتباع الإرشادات هيبقى فيه مشكلة تقريباً يعني فيه قطاعات في القطاع الصناعي قللت حجم الإنتاج بتاعها بشكل كبير لكن عندنا قطاعات ما نقدرش نقللها بالمعكس احنا محتاجين نزاود الإنتاج بتاعها دلوقتي زي القطاع الصحي والقطاع الغذائي دي منتجات لازم نقدر نلب احتياجات السوق في الوقت الرهن خاصة أن الاستراد تقريباً برها متوقف وبالتالي بقى واجب على الصناعة المصرية أنها تقوم وتلب احتياجاتها الحقيقة يعني دايماً من الأزمات احنا لازم نستغل يعني نحولها إلى فرص فالنهاردة أنا شايف بإذن الله بعد أن تجاوز الأزمة دي هتبقى الصناعة المصرية عندها فرصة كبيرة قوي أنها تزود وتعمق المنتج بتاعها وتقدر تغطي الطلبات وزي محددك شايفها النهاردة في قطاع المطهيرات وعدوات النظافة والمعظم المستلزمات الصحية الصناعة المصرية تلبها بشكل كويس بشكل كويس لكن في أقوال كتير عن ارتفاع الأسعار وتفاصيل تانية لكن أنا هسأل حداك خطوة خطوة دلوقتي الصناعة هي أجزاء يعني وإحنا حتى في البداية قلنا هي المصنع والاقتصاد وتفاصيل اللي بالتأكيد لازم نحترمها لكن في قطاع كبير اسمه العامل وإحنا طول الوقت بنقول سلامتك أهم من أي حاجة دلوقتي فبعض الناس اللي تشتغل في القطاع الصناعي يحسوا نقدر نسميه بقدر طب أنا خليني في البيت مش قادر ألوم على حد لو خايف على نفسه لكن إيه الدور اللي إحنا نقدر نوجه ونصحح به القطاعات اللي لا يمكن الاستغناء عنها زي ما حضرتك قلت وفي نفس الوقت إيه الإجراءات الاحترازية اللي حصلت لحماية العمال لا طبعا فيه إجراءات كتير الحقيقة قامت بيها الدولة وقام بيها القطاع الصناعي الإجراءات الأولى هي تخفيض عدد العمالة اللي موجودة في المواقع والأماكن اللي ممكن يكون فيها ازدحام واتباع التعليمات إنه هو على الأقل يبقى فيه مسافة لا تقل عن متر ولازم كل العامل يكون لابس اللقاية والكمامات والمطهرات ده بقت إجراءات دلوقتي ويمكن ده هيبقى نمط وسلوك هنستمر عليه بعد كده إن شاء الله لأن دي كانت المفروض إنها تكون موجودة من الأول في النهاردة يجب أن المصانع أصحاب المنشآت يعني يعني يلتزموا بالإجراءات الصحية المتابعة مع العمال بتاعهم ليه لأن الحقيقة يعني هناك كلام يعني ممكن بعض المصانع تستغنى عن العمالة وكده أنا بقول إن الرأس المال حقيقي للمنشآت والمصانع وأصحاب المصانع هم العمال فالنهاردة لو محافظناش على الصحة بتاعتهم واتبعنا التعليمات هتبقى فيه مشكلة بالنسبة لهم الاستثمار في العام البشري أهم بكتير جدا من الاستثمار في الآلات والمعدات بالتأكيد بدون العمال بدون العمالة ما نهتم بها هيبقى هناك مشكلة وإحنا بنعمل العمالات توجيه مستمرة للناس والمصانع وأصحاب المصانع والناس اللي موجودة في المنشآت علشان يتابعوا الحكاية دي فلازم من تخفيض عدر العمالة ولازم من اتباع الإجراءات الوقائية دلوقتي يعني عنا بنركز على الإجراءات الوقائية والصحية لكن فيه يعني أنا عايز برضو يعني أطمن الناس أن معظم القطعات اللي هي لها علاقة بالقطعات الغذائية أو الصحية لقد شغلها بكامل طاقتها أعتقد أنه شغل بكامل طاقتها وأكتر يعني ده حاجة طمننا لكن فيه قطعات عليها كتير من الجدل هي قطعات التشهيد والبناء وأكيد حديثك متابع الجدل الكبير اللي حاصل فيه توجيه من الدولة بأن المشروعات القومية تستمر في العمل و بزي ما كانت وأحسن وكمان لسه بنسمع أخبار عن تأجيل افتتاح المشروعات يعني بالتأكيد حصل حاجة تغيير في السيناريوهات لكن ليه قطاع البناء مهم أنه يكمل وإيه الأثار الجانبية اللي ممكن تكون بتترتب على أنه فيه عمالة كبيرة جدا في القطاع ده هو بداية بس أنا عايز أوصل رسالة للشعب المفر تجريبة تجريبة الفيروس ذا لما حصلت في الصين لأن هي أول دولة الحقيقة حصل فيها كده ويدروا ينجحوا ويسيطروا على الفيروس ذا بشكل يعني هايل فكانت دايما مع علاقاتي مع بعض الصينيين لما أجل أسألهم يقولوا نتبع تعليمات الحكومة بدون مناقشة أما يا الصين نتول عمرها كده فالسألة من حب المناقش الحقيقة الناس كانت بتتبع التعليمات وعشان كده هم نجحوا وعدوا بسرعة وإحنا كنا في بداية الأزمة خايفين أن يحصل مشكلة في الوردات وسلسلة الإمداد اللي جاء من الصين اللي واضح دلوقتي أن الصين هي اللي بتلب احتياجات العالم كله تقريبا في قطاعات كتيرة سواء القطاع الصحي أو الغذية أو غيره النهاردة نحن لازم ناخد من التجارب اللي نجحت ونبعد عن التجارب اللي ممكن يبقى فيها مشكلة طبعا الحكومة المصرية دلوقتي عندها سيناريوهات كتيرة لأن الأزمة دي أزمة كبيرة يعني ما وجهدش العالم كله من الحرب العالمية الأولى أو التانية السيناريوهات اللي موجودة هل نشتغل بكامل طاقتنا هل نشتغل بنص الطاقة هل نشتغل بكامل الطاقة في قطاعات معينة الحقيقة كل السيناريوهات موجودة والحكومة والمجمع القصادية مع سيادة الرئيس بينقشوا كل يوم طبقا للمشتجدات الحمد لله النهاردة دلوقتي مصر ماشى في السيناريو اللي هو الآمن الحمد لله أنه الأزمة نكمل وقت طويل مش عايزين نخبي على الناس طبعا فلازم نحاول نتأقلم ونحط طبعا لكن في حاجة اسمها تنمية النهاردة لو المجتمع قعد من غير ما يعمل عمليات تنمية لمدة طالة أربع شهور تحصل مشكلة بعد كده وأزمة اقتصادية وأزمة غزائية ويحصل مشاكل فالنهاردة نحن لازم نشتغل في كل القطاعات بس على حسب أهمية وأولوية وعلى حسب الحالة وشكل انتشار الفيروس أو شكل مقاومتنا ليه أو شكل اللي احنا ازاي هنقدر نتعامل معها فالنهاردة التنمية الشاملة المستدامة اللي هي أساسا هي اللي نفعل دلوقتي لما احنا ابتدنا الإجراءات الاقتصادية في 2016 النهاردة بدونها ما كناش هنقدر نواجه هذه الأزمة لأن نتعامل إجراءات كبيرة جدا جدا على مستوى الطاقة وعلى مستوى الطرق وعلى مستوى البنية الأساسية وعلى مستوى المجهود والشغل الكبير قوي اللي اتعامل في البلد في خلال 3-4 سنين اللي فاتوا دول احنا النهاردة فيه أزمة ففي وجود الأزمة دي لازم ان احنا نكمل وتفضل ماشي العجلة الاقتصادية ومعدلات الدوران تبقى ماشي اه هتبقى في معدلات أقل من الطبيعي لأن زي ما حديك عارفة الاقتصاد ازدهار واستمرار وانكماش ففي حالات الأزمات الكبرى اللي زي دي احنا له قدرنا نستمر ده في حد ذاته نجح 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 ان احنا نستمر عشان لما نعبر الأزمة ان شاء الله نقدر نرجع المعدلات الطبيعية لان احنا كان معدلات النمو عندنا كانت عدت لخمسة وتسعة من عشرة كانت فوقت على التوقعات اللي كانت مطلوبة طبعا هيحصل تراجع دلوقتي احنا مش عايزين نعمل انكماش لكن نعمل على الاستمرار ان الدولة دي تلب احتياجاتها بشكل آمن وما حصلش عندنا اي مشكلة من المشاكل اللي كانت موجودة قبل كده طبعا عشان بس الجزء ده نقفله في الحديث انا مهم اسأل حضرتك يعني حضرتك بتقول انه القطاعات الصناعية بتجاهد انها تكمل كده من الصناعة بشكل عم معرفش ليه يعني اي حد مسئول صناعي كبير او قيمة او اسم في عالم البزنس يعني بصراحة جدا بيلام جدا اذا صرح تصريح زي الحديث بتقوله ده انه لا لازم الحاجات تستمر السؤال هنا تحديدا هو الغضب من انه الناس عايزة تاخد اجور في الفترة دي افضل مثلا هل ممكن النظر في الاوضاع السحية والاجراءات الاحترازية ايه اللي ممكن نعمله عشان بس نقلل الفجوة دي ما بين انه الناس هم نفسهم الذين زعلانين هم محتاجين يكملوا في الشغل يعني انا محتاج مصدر رزقي او دخلي يفضل مستمر ازاي نحسن الصورة بين القطاعين نصالحهم على بعض لا هو طبعا في حالة الازمات الكبرى زي الأزمة اللي احنا فيها دي الحقيقة يجب ان التصرحات تكون مسئولة ويجب ان التصرحات تكون يعني تراعي الحالة العامة والحالة المزاجية والحالة النفسية لكل الناس الحقيقة فيه بعض التصرحات اللي حصلت يعني يمكن عملت نوع من البلبلة لكن في الحقيقة نهارده بدون الاقتصاد احنا مش هنقدر نكمل بدون الانتاج هيبقى عندنا مشكلة النهاردة لازم الدولة المصرية دي الحمد لله انا يعني بيت اشوف حاجات بيت افتخر ان انا مصري لما شوف المصرين راجعين رفعين البصبور بتاعهم وبيفتخر ان البصبور ده مصري ممكن اشوف ان احنا بنساعد بعض الدول التانية النهاردة ده وجود للدولة وجود لدور الدولة فهذا الوجود مش هيجي غير بالانتاج ولازم الانتاج الاجمال العام بتاع مصر او القيمة السوقية للسلعة والخدمات اللي احنا منتجها لازم تزيد علشان الدولة دي تقدر تزبط وجودها وترجع تاني لتاريخها وامجادها لان احنا طول عمرنا دولة منتجة ودولة لها دور محورية احنا مصر دولة كبيرة هي ليه مصر دايما يعني عليها الكلام لانها دولة كبيرة ودولة محورية ودولة عدد سكانها تجاوز المت مليون دولة لها تاريخ ولها حاضر وان شاء الله لها مستقبل كبير ايه تاني احنا محتاجين نضبط تصريحات كمان والاداء من بين لازم يتزبط الاداء ودايما في حالات البانك يعني يعني دي ازمة كبيرة وفيه بانك فاي حد ممكن تبقى عنده مشكلة فاي تصريح واي حد خايف على فكرة لا يولام يعني لا طبعا لا يولام لكن احنا ان شاء الله يعني انا بقول يعني وانا متفائل جدا ان مصر هتعبر الازمة دي وهتعد منها بشكل كويس جدا وان شاء الله الصناعة هي قاطرة التنمية بدون صناعة وبدون انتاج هيبع عندنا مشكلة احنا لازم ان شاء الله نستمر في الصناعة نتابع الاجراءات الصحية ونتابع النظم ونتابع كمان اللي الدولة بتقوله وما نقشوش كتير لازم نمشي مع الادارة لان النهاردة دي مجموعة وزارية فهو مجموعة كبيرة من الوزراء ما بتتخدش اي قرارات عشوائية او حاجة بالعكس انا بكرر شكي لحضرتك يعني حضرتك قدمت كتير من الرسائل المهمة جدا بكل هدوء وطريقة يعني اقناعتنا كتير من التساؤلات بشكرك شكرا جزيلا دكتور كمال دسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء بالتحاد الصناعات المصرية كل التوفيق لكل عام المصري ولكل صانع ويعني ولكل صناعة مصرية مشكرك كرر شكر ليك صباح الخير على كل المصريين خلينا نروح من الصناعة لمبادرة مصرية لتعليم الحرف اليدوية ومساعدة الاشخاص او الشباب انهم يقدروا يعملوا مشاريع صغيرة بتكلفة قليلة المصريين اولى ده عنوان المبادرة اللي اطلقها المحارب جمال طلعت واللي بتهدف لتعليم الحرف اليدوية لخلق فرص عمل مناسبة وتشجيع المنتج المصري المبادرة بدأت بتعلم السيدات لحرفة صناعة الشنط والاحزية حتى تستطيع كل سيدة انها تصنع المنتجات دي بنفسها او ماتيقات من خدمة مقاطمة مسلحة خط على اعطيكي ان اي منتج بييجي من دول شرق اسيا او اي منتج بيجي من برد مصر احوله الى منتج مصري حاليا بنعلم على مشروع المليون شنطة والمليون كوتشي زي ما حضرتكوا شايفين كده بنحلي بالشباب والسيدات صناعة شنط المدارس والكوتشيات وبنعمل منها مليون شنطة ومليون كوتشي عشان نوفر عملة وانشغل شبابا اتمنى ان اكون في جميع ربوع مصر في جول محافظات مصر في كل بيت الاقي كل بيت بينتج الاقي كل حاجة متعلق عليها ميد ان ايجيب المبادرة عبارة عن فريق بيسلم وبيساعد فريق فاللي كان بيتعلم وبيتدرب بالامس اصبح اليوم هو اللي بيعلم غيره عن طريق الشرح والتدريب العملي على مراحل الصناعة انا بشتغل هنا تدريب كوتش وانا تعلمت اساسا التدريب او ازاي ان انا اعمل كوتش من خلال المبادرة كوتش ده انا ببدأ اعمله من الاول خالص من مجارة خميات بحولها الكوتش بشتغله بكل التفاصيل باعلمها للمتدربين لغاية ما يطلعوا حاجة يلبسوه حبيت استقر وافتح مجال روحي بصنعة تنفعني فاجيت هنا المبادرة الحمد لله باديت اشتغل بنطلع بطرونة بنطلع كوتش من البداية للنهاية اسعارنا مرتاحة بحيث تتلاهم مع كل ظروف الوسط وبحيث ان يبقى همشي ربح ضعيف بس ان المور تمشي وكله يبقى مرتاحة بتكاليف قليلة وامكانيات بسيطة استطاع القائمون على المبادرة انهم يحولوا البيت ده المصنع نفذوا من خلاله حلم التسويق منتجاتهم ويقولوا للعالم انه فعلا المصريين اولا محمود جميل صباح الخير يا مصر نتاقل كل المواهب اليدوية بتبان جدا في وقت الجلوس او الساعات الطويلة اللي احنا عدينها في البيت فكل مواهبنا كلنا طلعت في حضراتكم دلوقتي مع موجز لاهم الانباء مع ايمان شكرا لكيادين ومشاهدين التاسع في القاهرة السابعة بتوقيت جرانتش منجزو الاخبار من التلفزيون المصري تفقد رئيس عبدالفتاح السيسي بعض نماذج التجهيزات والمعدات المتورة من قبل القوات المسلحة وذلك في اطار دعمها للقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد اكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان الحكومة تعمل وفق هدف رئيسي هو الاستقرار على خطة واجراءات مواجهة ازمة فيروس كورونا مع مراعاة الجانب الاجتماعي للتعامل مع المتضررين من تداعيات هذه الازمة واضح المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد ان اللجنة الوزرية الاقتصادية وافقت على صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ اجمالي مستحقاتها خمسة ملايين جنيها كما وجه رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن الصرف الفوري لتلك المساندة الخاصة بهذه الشركات اعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا الى 247 حالة وخروجهم من مستشفى العزلة واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحليلها من ايجابية الى سلبية لفيروس كورونا الى 346 حالة وتسجيل 103 حالات ايجابية جديدة و7 حالات وفاء ليصبح اجمالي الاصابات التي تم تسجيله حتى اليوم 1173 حالة و78 حالة وفاء اكد رئيس الامريكي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة ستشهد خلال الايام القادمة ذروة انتشار فيروس كورونا واشر ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الازمة بشأن مواجهة فيروس كورونا الى ان الولايات المتحدة تعمل مع بعض الدول الصديقة لتجربة جدوى بعض اللقاحات في مواجهة الفيروس واضح ترامب انه تم اجراء فحص كورونا وتسلم نتائجه لمليون و 67 الف امريكية منوها الى انه سيتم خلال يومين لنشر 3000 من التواقم الطبية في نيوجيرسي ومناطق اخرى الى بريطانيا حيث اعلن مكتب رئيس الوزراء ان باريس جونسون دخل المستشفى لاجراء فحوص بسبب استمرار ظهور اعراض فيروس كورونا عليه ذلك بعد عشرة ايام من تشخيص اصاباته بالمرض وفي خطاب النادر اكدت الملكة الازبث ان الشعب البريطاني سينتصر على فيروس كورونا اذا صمد في وجه اجراءات العزل العامة معريبة عن تضامن بلادها مع دول العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة الفيروس واتنت الملكة على العاملين في مجال الرعاية الصحية لتفانيهم في العمل اعلن معهد رابرت كوخ للامراض المعدية ارتفاع عادة حالات الاصابة بفيروس كورونا في المانيا الى 3677 حالة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية وحسب ما اعلن المعهد فان ذلك رابع تراجع على التوالي في المعدل اليومي للاصابات في حين ارتفع عادة حالات الوفاء الى 1434 حالة اعلنت الصين تسجيل 39 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بينهم حالة واحدة وافدة من الخارج وقالت لجنة الصحة الوطنية انه تم تعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها اعراض فيروس كورونا كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة امس قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبيل واحمد المسماري ان القيادة العامة تتابع تطورات فيروس كورونا مشيرا الى ان هناك تعلمات بانشاء مستشفيات عسكرية في كامل الاراضي الليبية واضح اللواء المسماري ان هناك ثلاث غرف عمليات لبسط سيطرة الدولة على كامل الاراضي الليبية واكد المسماري ان الجيش الوطني الليبي عازم على انهاء الغزو التركي ووجود الميليشيات الارهابية اعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي عن مقترح امريكي بفتح حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن ويهدف المقترح وفقا لبيان صادر عن مكتب المهدي الى تحقيق مصالح البلدين في ظل القرارات والمستجدات في العراق والمنطقة وقد جاء المقترح الامريكي خلال لقاء جمع عادل عبد المهدي بالسفير الامريكي في بغداد ماتيو تولر الذي اكد لرئيس الحكومة العراقية مقترح واشنطن لتحديد الوفد المفاوض وبمعيد بدء المحادثات وفق المدير الفني للمنتخب الانجليزي جاريت تاوت جيت على تقليص راتبه بنسبة 30% كمساهمة منه في رفع الضغوط عن كاهل اتحاد كرة القدم في بلاده بفعل ازمة فيروس كورونا المستجد جاءت هذه الخطوة من جانب تاوت جيت بعد توقف النشاط الكروي حول العالم وعدم ارتباط المنتخب الانجليزي بأي مباريات في المستقبل القريب وكان الاتحاد الاربي قد قرر اواخر شهر الماضي تأجيل يورو 2020 الى العام المقبل كما تم الغاء المبارتين الوديتين للمنتخب الانجليزي امام دانمارك وايطاليا ختم منجزنا لاهم الانباء عود من جديد الى دينا وفقرات صباح الخير يا مصر اتفضل يا دينا شكرك يا ايمان ويبقى ان انا لازم اسألك انه بعد الكتير من الاخبار عن الالغاء مش بتفكري في ايه اول حاجة نفسك تعمليها بعد ما الحظر ينتهي وتبقى الحياة طبيعية والله اول حاجة هنعملها ان احنا كلنا هنخرج احبو توقع ان احنا هنلاقي الملايين بس موجودين في الشارع يا رب الازمة تنتهي على خير يا رب يا رب يا رب اشكرك يا ايمان شكرا جزيلا فاصل ونكمل مع حضراتكم صباح الخير يا مصر صباح الخير ودلوقتي معدنا مع الفقرة اللطيفة جداً لنا احنا نعملها بس موجودين في الشارع جداً لزميلنا اللي موجودين خارج الستوديو في متابعات مستمرة اللي بيهمنا من اخبار النهاردة بصبح على جرمين ابراهيم صباح الخير عليكي ورامي محمد صباح الخير يا رامي زي ما انتوا شايفين كده جرمين ورامي واخدين كل تعليمات السلامة واجراءات السلامة جرمين موجودة داخل احد منافذ وزارة الزراع عشان تتابع اسعار السلة اللي خفضتها الوزارة بنسبة 20% عن السوق المحلي ورامي موجود في مرسد الازهر وتحديداً النهاردة في قسم اللغة الالمانية هبدأ معاك يا جرمين ومن فضلك قولي لنا ايه اهم ملاحظاتك على اولاً توفر السلع ثانياً على الاسعار صباح الخير عليك يا دينا وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان الحقيقة انه في 63 منفذ دي المنافذ اللي تابعة لوزارة الزراعة والمنتشرة في انحاء الجمهورية عشان توفر السلع والمنتجات المختلفة باسعار مخفضة بيوصل التخفيض فيها بنسبة من 25% او من 20% ل25% وفي اوقات تانية بيكون كمان اكتر الحقيقة المنفذ اللي احنا وقفين فيه دلوقتي ده يعتبر المنفذ الرئيسي وهو منفذ اللي موجود في منطقة الدقي قدام مزارة الزراعة عشان نعرف تفاصيل اكتر عن السلع والمنتجات المتوفرة واسعارها هرحب بضيفي استاذ احمد الهادي وهو مدير التسويق بقطاع الانتاج بوزارة الزراعة سواح الخير يا فاندم احكرا على حضرتك وعلى كافة السادة ومشاهدين انا عايزة حضرتك تاخدنا في جولة يعني انا شايفة المنفذ فيه منافذ كتير فاخدنا حضرتك في جولة كده عرفنا كل منفذ السلع اللي موجودة فيه وايه كمان الاسعارها فممكن نبتدي باول منفذ معينا هو منفذ الموجود ده المنفذ اللي قدامنا ده حضرتك المنفذ الخاص ببيع المرباط والعسل وزيت الزتون المنفذ ده حضرتك زي ما انت شايفه فيه اسعار الحمد لله بتتروح بالنسبة للعسل من 25 جنيه ل160 جنيه بالنسبة للعسل السادر اللي هو بيتباع برا ب600 جنيه عندنا حضرتك ب160 جنيه الى جارب حضرتك عندنا زي ما قلت لك العسل من 25 جنيه بحس انه يوائم كافة المستويات للسادر المواطنين وعندنا برضو حضرتك زيت الزتون عندنا الشركات متنوعة وعندنا الخاص بقطاع الانتاج ده انتاج مزارعنا من مزارع كوم قشيم في الفيوم ده حضرتك بالنسبة للسعر بتاعه النص لتر ب52 جنيه والربع لتر ب28 جنيه برا الممثل اللي بيعدي 160 جنيه ومش بنفس الجودة اللي بقول لحضرتك عنيها ننتقل على المنفذ التاني فضل يا فهن ده حضرتك منفذ الحوم البلدية اللي قدامنا ده دلوقتي سعر اللحمة فيه سواء لحمة كندوز أو ضاني بتتباع بمية وخامسة جنيه واخد بقى لحضرتك وإحنا حاليا زي ما انت شايفة بسم الله مشاهلا كان الاجبار عالي جدا فاللحمة لسه الساعة ما جاتش تسعة وربع وقربت تخلص فالحمد لله يعني كل يوم بنجيب من مجزر البستين حضرتك ومن المزارع لتبع لقطاع الانتاج بنجيب حوالي مثلا عجلين أو تلاتة حسب المتوفر وبيندبحهم وفي حاليا إن شاء الله فيه كمية جاية برضو في الطريق بإذن الله المنفذ اللي جاي أنا شايفة هو منفذ الأسماك ده حضرتك المنفذ ده متنوع برضو شوية ده حضرتك بيبيع فيه أسماك وبيبيع فيه الشميات وبرضو بيبيع فيه حضرتك السمان عندنا حضرتك برضو سمان أورجانيك ممتاز الكيس بيبقى فيه اتنين بيتراوح سعر وحسب الحجم من 22 جنيه لجاية 36 جنيه وعندنا برضو الشميات بيتراوح سعرها برضو ملاحظة من حوالي 20 لجاية 45 أو 50 في الرنج ده والأسماك طبعا الأسماك المجمدة حسب السعر وعندنا برضو حضرتك الرنجة ودي برضو نوع ممتاز جدا ودلعة وبتتباع ب33 جنيه الكيلو القسم بقى اللي بيهم يعني كل البيت أي بيت مصري هو قسم الخضار والفاكهة فحضرتك كلمنا عن السلع المتوفرة فيه وإيه كمان الأسعار النهاردة طبعا بالنسبة للخضرات والفاكهة إحنا بنجيبها دايما طازع يوم بيوم بنجيبها حضرتك من سوق الهبور أو سوق أكتوبر أو إذا كان متوفر في مزارع قطاع الإنتاج بنجيبها أول بأول أسعار حضرتك عندنا بتبقى أقل من السوق بنسبة 15 إلى 20 في المئة يعني مثلا لو جانا نتكلم عن الطماطم بتتباع عندنا حضرتك بربعة جنيه كيلو وبالنسبة مثلا اللمون عندنا بستة عشر جنيه وعندنا برضو حضرتك الخيار بربعة جنيه الكوسة بخمسة جنيه البطاطس عاملين عليها العرض الخمسة كيلو بعشرين جنيه برضو عشان نسايا من المواطنين اللي هو عايز يشتري أي حاجة للبيت تبقى متوفرة لي وبقى سعار كويسة بإذن الله طيب ايه القسم اللي بعده؟ يعتبر ده تقريبا القسم الأخير بالنسبة لنا صح؟ لا لسه فيه كتير بسم الله ما شاء الله ده حضرتك برضو متنوع ما بين بقالة وما بين عسل وكتبال حضرتك وما بين زيوت برضو الأسعار بتاعتنا زي ما قلت لحضرتك هنا وفيها برضو زي ما تشايف فيه بقليات أسعارنا برضو يقدر يفيدنا بيها الأخ إبراهيم أكتر مني في الجزء دي صباح الخير يا إبراهيم صباح الخير قل لي الأسعار عملة إيه نهار ده بقال بقليات والرز والحياة المختلفة اللي موجودة عندك والله فندم الأسعار في متنول المواطن المصر البسيط جدا فندم سواء العسل بأنواعه موجودة عندنا البرسيم أو الموالح أو البردوش أو حبة البركة في العسل يعني البرسيم عندنا بـ 25 كيلو بره والله فندم بـ 50 الموالح بـ 30 بره بيتباع بـ 60 شكل كبير يعني نسبة 20-25 جنيفر كبير جدا إيسي عليها يا فندم أسعار البقليات يا فندم يعني العدس بـ 8 جنيه حضرتك عدس بلدي بتاعنا إيسي عليها الرز سعر بتاعنا برضو كل حاجة بتاعتنا بفضل الرحمن وأسعار أهل من بره كبيرة جدا ولي سعر الرز كام والحاجات البقليات اللي عندك والله السعر الرز بـ 8 جنيه النهار ده بس حاجة يعني إيه رزايا بلدي وحباية عريضة وحاجة نضيفة يا فندم الزيوت يا فندم طبعا أقل من بره يا فندم بقل حاجة بـ 5 جنيه 3 جنيه 4 جنيه وإذا يعني الأسعار في متناول المواطن البسيط جدا يا فندم وده وضح شكرا جدا لك طيب أرجع لك مرة تانية طيب القسم اللي بعد كده هو قسم الألبان جبن والألبان وزي متشايف حدريتك دي حاجة بتهم كل بيت وإحنا عندنا زي متشايف حدريتك جميع أنواع الجبن وبجودة عالية جدا وعندنا برضو الجميع أنواع السمن البلدي واجد بالله حدريتك وأسعارنا الحمد لله متناول جميع اللي وجدنا نتكلم على الجبن الروم اللي هي البطاريخ اللي بتتبعها بره بتعدى الـ 115 و120 عندنا بـ 88 جنيه عندنا برضو حدريتك الجبنة الإسطنبولي والجبنة البراميلي بره بتعدى حوالي 70 جنيه إحنا عندنا بـ 40 جنيه وعندنا برضو حدريتك زي متشايفة جميع أنواع البستيرما واللانشونيات والحاجات زي كده كلها برضو بأسعار زي ما قلت لحضراتك بتقلي عن بره بكتير بحوالي 20% وزي ما انت شايف الحمد لله متوفرة طول الأسبوع وإحنا برضو عشان الناس عارفة إحنا برضو بنشتجل بإذن الله يوم السبت برضو بنشتجل من الساعة تمانية لغاية الساعة تلاتة عشان برضو الناس اللي يحب يشرفنا يوم السبت يبقى أنا وسائل وبقيت الأيام آخر سؤال لحضرتك بقيت الأيام بقيت الأيام حضرتك إحنا شغالين برضو من تمانية لثلاتة وطبعا حسب الحظر بقى يعني اللي بي موجود إن شاء الله أنا بشكر جدا حررتك على كل التفاصيل دي يعني دينا ده كان لقاءنا مع أستاذ أحمد الهادي وهو مدير التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة قادرنا نخدكوا في جولة نعرفكوا على الأسعار النهاردة ليها علاقة بمختلف المنافذ الموجودة هنا في المنفذ الرئيسي فكل أو أي مواطن حبب يشتري ألبان أو عسل أو لحوم أو حتى خضروات يقدر يزور المنفذ الرئيسي اللي موجود في منطقة الضقي في وزارة الصراعة أو حتى المنفذ المنتشرة في أنحاء الجمهورية مرجع لك مرة تانية في الاستوديو بشكرك جورنين تبعتينا بالأسعار وكمان بالمواعيد فيعني يبقى إنه كل حد من المتحمسين إنهم ياخدوا بداعتهم من الأماكن اللي بتقدم الخصم ده هو الجميل إنه مش بس البداعة متوفرة لكن كمان إنه فيه خصومات على كثير من المنتجات بشكرك شكرا جزيلا جرمين ومن جرمين نلوح لرامي رامي موجود في مرصد الأزهر والمتابعة الإسبوعية من مرصد الأزهر مهمة جدا تحديدا لأنه زميلنا قبل كده ورامي في الإسبوع الفات كمان شاركنا بأنه كل قسم مسؤول عن متابعة التعليم الغلاط أو الإشاعات اللي بتظهر أو حتى الهجمات الإرهابية الإلكترونية اللي بتحصل والمرصد بتناطق بلغات مختلفة ولأنه رامي النهاردة في قسم اللغة الألمانية فأقول لك جوتن موجن أجدتن يا رامي صباح الخير عليك دينا صباح الخير في البداية صباح الخير على كل المصريين صباح السعادة والسلامة والصحة على كل المصريين وكل العالم في الظروف اللي بنعيشها أنا موجود دلوقتي في مرصد الأزهر لمكافحة الفكر والأفكار المتطرفة بنتكلم عن عين الأزهر النظرة على العالم في وقت مهم جدا في وقت تحارج كمان بنتكلم أنه هو بيتابع كل ما يروج من أفكار متطرفة بلغات متعددة بـ 12 لغة النهاردة هنكون متابعتنا من خلال وحدة اللغة الألمانية ويمكن كمان هنقترب أكثر كمان من دور وحدة اللغة الألمانية وأبرز القضايا اللي تم الرد عليها ومناشتها خلال الأسبوع من خلال لقائي بضيفي الكريم دكتور محمد العوضي المشرف على وحدة اللغة الألمانية برحب بعدك وصباح الخير فانت صباح الخير فانت صباح الخير دكتور محمد في البداية بنتكلم عن مليون مسلم في ألمانيا 2000 مسجد كمان الدور مهم جدا بتقوم بوحدة اللغة الألمانية اللي الرد على أبرز الإشعاعات والقضايا واستغلال فيروس كورونا للترويج لأفكار متطرفة كلمنا عن الدور ده يا فن في البداية بشكر حضرتك وبشكر برنامج صباح الخير يا مصر على زيارته الكريمة المرصد الأزهر والقاء الضوء على القضايا اللي بيعالجها مرصد الأزهر في شأن مكافحة التطرف صباح الخير على كل السادة المشاهدين وحدة الرصد باللغة الألمانية هي وحدة من 12 وحدة في المرصد اللي بيعمل ب12 لغة متعددة ليتابع أهم القضايا واحنا كوحدة كجزء من المرصد بنتابع أيضا شأن قضايا التطرف في ألمانيا لا يخفى لحضرتك أن ألمانيا زي ما قلت حالا فيها أكثر من 5 مليون مسلم هناك حوالي أكثر من 2000 مسجد فبالتالي بنتابع شؤون المسلمين وقضاياهم وقضايا التطرف الحالة الدينية للمسلمين هناك قضايا الإسلام وفوبيا وقضايا الإيمين المتطرف وغيرها كمان من الطيرات المتطرفة في الفترة الأخيرة كما لا يخفى على حضرتك ولا على السادة المشاهدين أن فيروس كورونا كان هو المسيطر على عقول الجميع فتبعنا أيضا هذا الأمر لنرى كيف أثر على الحالة الدينية للمسلمين وزي ما شاهدنا كان فيه حلم للارتباك في بداية الأمر هل الناس تصلي في المساجد أم تصلي في بيوتها وكان فيه حلم للتردد كبيرة في نفس الوقت صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء تجيز ترك صلاة الجمعة والجماعة كإجراء احترازي ضد هذا الفيروس قمنا بترجمة هذه الفتوى بتنشر لغة ومنها طبعا اللغة الألمانية وهناك كثير من المساجد والمراكز الإسلامية نشرت هذه الفتوى على مراكزها مما أحتز حالة من الهدوء عند المسلمين وتلقينا أيضا خطابات شكر من هذه الدول ومن دول كثيرة على مثل هذا الأمر كمان من ضمن الأسئلة المهمة هو اللاجئين ماذا عن اللاجئين وما روج عليهم من شعاعات وأفكار متطرفة دي حقيقة وده سهل مهم جدا للأسف الفترة اللي فاتت برضو عن اللاجئين بسبب الفيروس يعني هم أصلا بيعانوا بسبب برد الجو في المخيمات وبسبب الأمراض فالمرة دي تزاد عليهم كمان فيروس كورونا يعني أثر عليهم بشكل كبير واستغلت بعض الأحزاب للأسف الرفضة الموضوع الهجرة إن هم يطلبوا بتوقف استقبال اللاجئين مع معاناتهم وده كمان قدى إلى أن الناس بدأت تعامل اللاجئين ببعض الشيء من العنصرية حتى اللاجئين الموجودين منذ سنوات وليس لهم أي دخل بهذا الفيروس ومش ممكن ينهلوا الفيروس ده نعم آخر شيء عايزة تكلم فيه مع حضرتك هو الحملة اللي تم إطلاقها خذوا حذركم كلمنا فاني معان الحملة وأبرز النقاط الموجودة فيها والمواضرة نفسها بتتكون من إيه طبعا في متابعة الحالة الدينية للمسلمين ومشاهد حالة الارتباك اللي أنا تكلمت عنها من شوية كان مهم أن احنا نطمن الناس خاصة أن الجماعات المتطرفة بدأت تستغل الحملة وتروج بعض إشاعات وتسير الزعر حتى بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار في معظم الدول فبالتالي احنا لاحظنا هذا الأمر وكان هدفنا أن نعمل حالة من الطمأنينة والتحذير يعني مش عاوزين الناس تفرط في الخوف والزعر لأن ده بيؤثر على الحالة العامة للناس لكن كمان مش عاوزين الناس تتجاهل هذا الأمر فده كانت أهداف الحملة أن الناس ما تتجاهلش الفيروس أو الوباء وأن الناس ما تخافش منه بزيادة بل تلتزم بالإجراءات الحملة استمرت لمدة خمس أيام كان عنوانها خذوا حذركم تم ترجمتها إلى اللغة الألمانية ولكل لغات المرصد وكانت بتبين أن الهدف الأساسي من الشريعة الإسلامية هو الحفاظ على حياة الناس وكانت بتبين أن نستقي المعلومات من المصادر الصحيحة ونبد عن المصادر المغلوطة لأن الإشاعات في هذا الوقت الخطير لا تقل خطر عن أعمال الإرهابيين والمتطرفين وكانت بتحس على الالتزام بتعليم النظافة العامة التي قالتها منظمات الصحة العالمية ومزارات الصحة في كل الدول شكرا بدكتور محمد العودي المشرف بوحدة اللغة الألمانية بشكرك شكرا جزيلا فيما أنت وجدنا العالم يا فندم ربنا يحفظك ويحفظ مصر ويحفظ العالم كله من هذا الوباء شكرا يا فندم ويمكن دينا كمان من ضمن الأمور اللي ممكن كمان نتابعها هو الفيديوهات اللي بتكون موجودة خلفي ده حصاد لما يقوم به المرصد من جهود بلغات مختلفة وبيتم ترجمتها كمان ويبثها في العديد من المواقع الخاصة بهذه اللغات والدول اللي موجود فيها اللغات دي كمان هنقترب أكثر من وحدة اللغة الألمانية بلقاءنا مع دكتور رجب الناغي المشرف والباحث بوحدة اللغة الألمانية برحب بيك فندم الصباح الخير أهلا بيك صباح النور حزيته على كل المصريين يمكن هتكلم مع حضرتك عن الجزء الخاص بالتطرف شوية اللي بيتم من خلال اللغة الألمانية كلمنا فندم عن مواجهتكم للأفكار المتطرفة الخاصة باللغة الألمانية وأبرز القضايا اللي تم مناشيتها والرد عليها للفترة الأخيرة طبعا بداية دعني أتحدث معك عن إطلالة الجماعات المتطرفة عموما بشكل عام بوجه القبيح يبين أي أزمة بتحدث العالم يعني مثلا ساعة محاصلة أزمة سوريا والعراج داعش استغلت الوضع وعملت ما يسمى بدولة الخلافة وخلافة قبل هذا كان هناك متحدث باسم داعش كان اسم محمد العدناني في 2014 وكان حال الضعف لهم تحدث عن أن المتعاطفين مع الجماعات المتطرفة مع داعش بالتحديد ممكن أن يسعادوا التنظيم من خلال هجمات بما يحملون سكين أي شيء بعدها وبكر البغداد اللي مجيه طبعا كان لسه قوي في الأول ما تبناش هذا الأمر ولكنه بعد كده بدأ في حالة الضعف وحالة ما يسمى بالخلافة بدأ يقول للناس امسكوا سكاكين اهجموا بأي شكل دون التواصل مع التنظيم ودي كانت اسمها الذئاب المنفردة دعنا نتحدث الآن أيضا عن استغلال الداعش نعم نفس هذا الوجه القويح استغلوا داعش استغلت فيروس كورونا وبدأت تقول للناس حتى من يحمل هذا الفيروس فليساعد على نشره حتى نقتل ما اسمهم بالكفار وطبعا تعرف أنهم يتبنوا مثلات تكفير فبدأ هم يقول للناس ادهس اقتل بسكين الآن انشل هذا الفيروس طبعا دعني اتحدث عن ما فعلوه من الجو دعني اقول هذا الامر التضليل الاعلامي او التضليل الالكتروني او الكذب الالكتروني او الافتراء الالكتروني انهم الآن استغلوا وجود الناس حاليا في البيوت كاجراء احتراز ضد هذا الوباء وبدأوا يعملوا بشكل شبه مستحيل ان احنا نمسكوا انهم يستقطبوا كثير من الشباب لهم الآن وبدأوا ايضا يقولوا لهم اهجموا واقتلوا بسكين وانشروا هذا الفيروس وبدأوا انشون ايضا بين الناس ان هذا الفيروس جاء عقابة من نصفه تعالى للكفار وخلافه فطبعا احنا زي ما تفضل اخدتون محمد كمنا بحملات نحن ضد الشائعات ويعني نحاول نثبت الموقف المسلمين هناك فاندي من الدور دائما المأمول من الازهر ومن مرصد الازهر لعين الازهر النظيرة على العالم دكتور راجب النغي الباحث بوحدة اللغة الالمانية بشكرك فاندي من على تواجدنا شكرا جزيب يمكن دينا زي ما تابعنا هو ده الدور المأمول الخطوة الاولى الخطوة الاستباقية لأي افقار هدامة اي افقار متطرفة ان احنا ناخد الخطوة الاولى عشان نهدمها عشان نرد عليها قبل انتشارها هي يمكن انا لو هشبه الفيروس هو شبيه بفعلا في فيروس العقول كمان فاحنا عايزين سلامة الابدان وسلامة العقول كمان اعود ليك مرة اخرى في الستديو بشكرك يا رامي شكرا جزيلا مش بس علشان المتابعة النهاردة من القسم الخاص باللغة الالمانية لكن كمان لانك ووضحت لنا انه مش بس مجرد متابعة للناطقين باللغة لكن كمان لمشكلات اصحاب اللغة دي واللي عايشين في البلاد دي تحديدا في مواجهة الافكار المتطرفة بشكرك شكرا جزيلا رامي دلوقتي هنروح لفاصل نكمل مع حضراتكم صباح الخير يا مصر بعد مرور ستة اسابيع من ظهور المرض وصلنا المرحلة معقولة بالتزامنا بالتعليمات مش عايزين اللي ادنا يتهد الاسبوع السابع من اهم الاسابيع في انتشار الوباء وعلشان نمنع ده كل واحد يقوم بدوره ودورك هنا انك ما تنزلش من البيت وتحافظ على بلدك من انتشار الوباء خليك في البيت بحب جدا الفكرة دي انه كل دورنا المهم اللي عادي نشجع بعض عليه ان احنا نفضل في البيت فالدور سهل ونطيف لكن حقيقي مؤثر خلونا نروح لدور كمان مؤثر هو الفنانين الفنانين دلوقتي تقريبا بيحصل حالة من التنقية كده للفن والفنانين ومتابعيهم لانه كتير من الفنانين عندهم مسئولية عالية جدا تجاه رسالتهم في فترة دي وفنانين تانيين بيطلعوا علينا احيانا ببعض التصريحات اللي بتكون مستفزة لجمهورهم لكن مننا النهاردة اكيد نحضر لنا باقة من اخبار الفن اتفضى اليمن صباح الخير عليك يا دينا من جديد وبنجدد الصباح على كل المشاهدين بعدنا مع نشرتنا الفنية اللي هنعرف فيها اخبار جديد كتير عن مسلسل الاختيار للفنان امير كرارة وايه اخر اخبار الفنان عمر يوسف وايه اللي عملته ونقابة التشكيليين عشان تساعد الفنانين المتضررين من فيروس كورونا وسحة اخبار تقديم النجم المصري رامي مالك لجزء خامس من مسلسل مستر رابرت واخيرا تفاصيل المبادرات اللي عملها النجم الهندي العالمي شاروخان علشان يقف جنب شعبه وحكمته في مواجهة الكورونا يلا مع بعض نبتدي على طول اول اخبارنا ببدء عرض برومو مسلسل الاختيار للنجم امير كرارة اللي ظهر فيه وهو بيعلم ابنه معاني الوفاء وحب الوطن والبرومو صلت الضوء على سينة اللي حاول كتير يحتلوها لكن الجيش المصري قدر يتصدر لكل محاولات الاعتداء عليها وكلها فشلت وكان في البرومو مشاهد اكشن وحروب بتبين قوة الجيش المصري وتضحياته كتير اللي قدمها للدفاع عن الوطن خصوصا ان المسلسل بيحكي قصة حياة البطل الشهيد احمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 ساقة اللي استشهده هو بيدافع عن مصر ضد الارهابيين النجم عمر يوسف بدأ التحضيرات لفيلمه الجديد مع مؤلف الفيلم تامر ابراهيم والمخرج طارق العريان ويبتدوا اجتماعات مستمرة بينهم عشان يناقشوا تفاصيل الفيلم وتحديد معاد التصوير وكمان اختيار الابطال وبسبب فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية اللي بتطلب من الناس انهم يفضلوا دايما قاعدين في البيت لمنع انتشار الفيروس عشان كده الاجتماعات دي بتتعمل اونلاين عشان محدش يطر ينزل من بيته ونقابة الفنانين التشكاليين اعلنت عن مبادرة عنوانها من اجل نقابتنا والهدف بتاعها عمل معرض فني اونلاين والعائد بتاع المعرض حيتخصص لصالح الفنانين اللي اتضرروا من فيروس كورونا واصحاب المعاشات كمان ودعت النقابة جموع الفنانين للمشاركة في المبادرة دي اما المخرج سام اسماعيل نفى كل الاخبار اللي اكدت استعداد النجم المصري رامي مالك تقديم جزء جديد من مسلسل ميستر رابرت بعد نجاح الاجزاء الاربعة اللي فاتت وللعب بطولتها رامي مالك واللي اكتسب شهرته من خلال المسلسل ده سام قال ان فترة التحضير للجزء الاول ما كانش فيها نية لعمل اجزاء منه وبالتالي ما فيش نية لعمل جزء جديد لحد اللحظة دي اما النجم الهندي العالمي شارو خان اعلن عن اكتر من مبادرة عشان يساعد الحكومة الهندية في السيطرة على فيروس كورونا ويوفر المستلزمات الطبية للمستشفيات والاكل والمأوى للمحتاجين وتعهد شارو خان بتوفير خمسين الف من معدات الوقاية الشخصية للعاملين في مجال الصحة وكمان تقديم وجبات غذائية لأكتر من خمس تلاف وخمسمائة عيلة في ممباي والفين وجبة كمان لخدمة المنازل والمستشفيات وكمان تكفل بمأوى خاص للمشاردين وارسال تبرعات مادية وسلع من خلال التواصل مع مدارس الفقراء الله عليك يا شارو خان وبالنسبة للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة نعت الشاعر الكبير صلاح فايز اللي توفى يوم السبت وقالت الوزيرة إن الأغنية الكلاسيكية فقدت أحد أعمدتها وإن إبداعات الراحل شكلت جزء مهم من تاريخ الأغنية في مصر والمنطقة العربية وإن مؤلفاته خلدتها أصوات كبار المطربين للشاعر الراحل رصيد كبير من الأغاني منها أغنية وحشتيني لسعاد محمد وأغنية كده برضو يا أمر لهاني شاكر وأغنية في الركن البعيد الهادي لأنغان وحصل على تكريمات كتير منها وسام الجمهورية من الطبقة التانية ووسام القدوة الحسنة والخدمة الطويلة ونشان التدريب خصوصا إن الراحل خدم في الجيش وتدرك في الرتب العسكرية لغاية رتبة لواء رحم الله فقدنا الغالي وعزقنا إن إنتاجه الفن الكبير والغزير لسه موجود وباقي مبارح كان عيد ميلاد سمراء النيل الفنانة إيمان اللي أمتعتنا بعدد كبير من أفلانها مع العندليب عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش صباح الخير يا مصر احتفلت بعيد ميلادها على طريقتها في التقرير ده تعالوا نشوف سينما المصرية وموهوبيها وفنانينها اللي ما بيخلصوش واللي دايما موهبتهم بتتجدد من خلال الأعمال اللي دايما بنشوفها فقرة الفن خلصت لكن فقراتنا في صباح الخير لسه مكملة إليك يا دينا من جزيل شكرا ليك يا منا ودايما مبهج جدا الكلام عن الفن والفنانين بياخدنا بعيد من قصوة الأخبار عن كورونا بشكرك يا منا شكرا ليك يا دينا مرة تانية بنرجع في صباح الخير يا مصر وإحنا من بدري اتفقنا من بدري في الأزمة دي اتفقنا إنه المواجهة بقوة يعني إحنا بنواجه المرض بنحتاط جدا وبنحترس جدا وبنفضل في البيت وبنحارب حقيقي لكن ده ما يخلناش نفقد إحساسنا بالجمال واهتمامنا بالفن واهتمامنا بكل حاجة ممكن تبقينا في حالة نفسية وإيسا لأنها جزء من قدرتنا على السمود خاصة إذا كان بعضنا أصلا نبتدي حسن الوقت طول خلونا نشوف حركة السياحة في مصر إحنا عارفين أنها بالتأكيد من الحاجات اللي وقفت مش بس في مصر لكن في العالم كله بعد تفشي فيروس كورونا كل المعالم الأثرية والمتاحف والمزارات بالطبع مغلقة كإجراء احترازي لكن كان في مبادرة عظيمة جدا لأنه ما نحرمش عشاق الحضارة المصرية من زيارة الأماكن زي وزارة السياحة والأثر قررت أنها توصل أو هي بنفسها توصل لكل شخص مهتم بالتراف في أي حتة في العالم بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات المواقع الأثرية خدمة جديدة تستاهل النهاردة نعرف عنها أكتر ونعرف تفاصيل إطلاقها مع الدكتورة إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والأثر للاستثمار وتنمية الموارد المالية صباح الفول عليك يا دكتور صباح الخير والتفاؤل على مصر أم الدنيا وعلى المصريين وحضرتك مشكورك يا دكتور بمناسبة التفاؤل حلوة الفكرة جدا وامتى بدأت؟ هل هي كانت فكرة من الأفكار التي تتحدر أصلا لكن موضوع فيروس كورونا أسرع بأنها تطلق ولا هي إجراء طوارق كده حصل وقت كورونا؟ الحقيقة هي الفكرة توفير الخدمات الرقمية عموما دي مبقت حاجة التكنولوجيا موجودة حوالينا في كل وقت المتاحف كلها والمواقع بيبقى فيها جزء من التكنولوجيا بيخلي الزائرة عنده ترغيب أن هو يروح يشوف المكان دوت بتفتح له شهيته أنه هو يزور الأماكن دي لو هو قاعد في بيته بيشوف حاجة بيقول أبي قطت أن هو يزور المكان ده وكانت متاحة على المواقع الإلكترونية لكن أما بدرت وزارة السياحة والأثار أنها تطلق الخدمة دي مع أزمة فيروس كورونا علشان ناخد الثقافة والتاريخ للناس في بيوتهم طبعا إحنا أخذنا حزمة من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الأزمة منها الغلق المؤقت للمواقع والمتاحف في مصر فعلشان نخفف كمان زي ما حضرتك قلت من الأثار بتاعت الأزمة الناس كلها أعدى مترقبة الأخبار كل الأخبار بتعمل جزء من التنشنف عشان الصحة النفسية للمصريين وللعالم بناخد لهم في بيتهم يعني زيارة افتراضية كأنهم راحوا المكان دخلوا جواه وزاروه وشفوه على الطبيعة هلوة يعني أنا بدخل على منقع الوزارة وزارة السياحة والأثار مباشرة؟ بالضبط كل يوم الساعة سبعة بالضبط مع وقت الحاضر وكل الناس قاعدة في بيوتها الناس مسكة تليفوناتها أو على الكمبيوتر بتقدر تدخل على تضغط على لينك اللينك ده بياخدها في زيارة افتراضية لموقع كل يوم لا يعني ده كمان كل يوم مفاجأة احنا بنكتشف حاجة جديدة احنا عندنا مصر من الأكتر البلاد اللي عندها تنوع تاريخي والتراث بتاعها متنوع جدا ابتدينا بأول يوم في إطلاق المبادرة بمقبرة منا ودي من أجمل لمقابر الدولة الحديثة الموجودة في البر الغربي في الأقصر فيها رسومات ونقوش بديعة بدغطة لينك حضرتك بتتجوالي داخل المقبرة تقدر يتعرفي تاريخها مين المؤسس المقبرة المناظر دي معناها ايه ايه الترميم اللي حصل فيها تم ازاي وده بالتعاون مع المعاهد والجامعات شركائنا في الحفاظ على التراث والأثار بعد كده في مقبرة ميرس عنخ وديه من أجمل المقابر الموجودة في منطقة الجيزة امبارح كان فيه تنوع اطلقنا الدير الأحمر عشان يبقى فيه تنوع تاريخي ان شاء الله النهاردة هيبقى فيه هل شايفين دلوقتي على الشاشة يعني شكل الزيارة الافتراضية دي بالزبط ده كده كأن حضرتك بتدخلي منطقة الهرم وشوية شوية بتدخلي جوة المكان اللي هتتجوالي فيه كأن حضرتك ماشية بالزبط تقدري تشوفي الحياة كانت ازاي مين اللي أسس المقبرة دي ايه الرمزية ايه القصص من التاريخ المصري القديم أكيد دي حاجات معمولها جرافيكس يا دكتور بالزبط دي حاجات سلسات الأبعاد ومعمول ده جرافيكس أعتقد كمان أن الموضوع ده مشوق لكل الأعمار وكل الفئات يعني بتصور أن لو أسرة بتتجمع الأب والأم بيشرحوا لأولادهم ده إيه إيه الحضارة دي إيه الحدوتة والقصة اللي وراء التاريخ دوت هتبقى حاجة لطيفة أنهما يبقوا في المنزل أمينين زي ما احنا عايزين ولكن بتبقى فيه وجبة ثقافية تخليهم يستمتعوا بالوقت لأ أنا كمان حطيت نفسي مكان مش بس زائر مصري لكن زائر أجنبي أنا لو شفت الافتراضي هتحمس أن أنا أجي أزور البلد دي في يوم من الأيام وشوف الحاجات دي على أرض الواقع بالزبط وبالتالي بقى أسألك يعني كل الحاجات الجميلة لذي مجانية؟ طبعا كل ده مجانا إحنا عايزين نروج للأماكن دي فيه ناس كتير بتيجي تزور مصر بتروح للأماكن المعروفة الهرم المتحف المصري بتروح للمقاصد السياحية المعروفة لكن إحنا كمان قصدين إنه يبقى فيه تسليط دق على أماكن ممكن قد تكون غير معروفة علشان أي حد في بلده لما يجي مصر مرة تانية أو يجي الأول مرة يبقى عايز يروح يكتشف المكان دي أماكن جديدة وأكتر بالتأكيد ده ما حصلش يعني أنا كنت بسأل حضرتك هل با كان إجراء يعني طوارق اتعمل إنه نشوف الحاجات أونلاين بس بالتأكيد ده بيتحضر له بقى الوقت ده بيتحضر له بس إحنا كمان كسفنا في الفترة الأخيرة إن إحنا نجمع حاجات كتير مش بس الجوالات الإفتراضية لكن كمان هيبقى عندنا زيارات من داخل المتاحف للتعريف بالمقتنات المتحفية البديعة اللي موجودة في كل متحف هيقدمها مرشدين سياحيين مصريين باللغات مختلفة علشان برضو نقدر نوصل للناس زيارات وقعية بقى وقعية ناخد الناس في جولة كأنهم برضو موجودين إحنا عايزين للمصريين إن إحنا نعمل نشر للوعي الأسري ونعمل تأكيد للهوية عند المصريين الأجيال الصغيرة ومختلف الأعمار لكن كمان للأجانب إحنا عايزين نوصل رسالة من مصر العالم كله إن مصر مستعدة تستقبلهم فور انتهاء الأزمة بكل الترحاد بالتأكيد أنا باللحلة شايفين وده دي حاجة فيها معلومة وفيها تسلية وفيها ترويج سياحي عظيم هعود بقى للتايتل بتاع حضرتك أو الشغلية بتاعتك فكرة إنه بتكوني مسؤولة عن التسويق أو عفوا الاستثمار وتنمية الموارد المالية في وزارة السياحة والأثار إحنا طول الوقت بنبقى حاطين عنينا إنه ده المصدر الأساسي للعملة الصعبة في مصر خلينا نبقى أكثر تفقولا ونبقى بنسأل حضرتك عن الخطة الطويلة المدى إنه بالتأكيد إحنا حتى جوة مصر بنقول أول حاجة هنعملها بعد الأزمة دي عايزين نسافر عايزين نشوف الحياة يوما ما وقريبا إن شاء الله الحياة هتعود لتابعتها حضرتك شايفة إيه اللي ممكن يتغير في سلوك السائحين هل ممكن يبقى فيه عندنا قطاعات جديدة من السياحة ما كانتش موجودة في مصر تحصل بعد انتهاء الأزمة وزارة السياحة والأثار فيه خطة طويلة المدى للاهتمام بالمقاصد السياحية وتطوير السياحة لأن احنا عايزين نعتمد أكتر على مفهوم الاستدامة ويمكن وزير السياحة والأثار مبارح لما واجه رسالة للعالم بأن كل الأماكن دي بيتم تحقيقاتها وترتيب المنزل من الداخل عشان تستقبلهم سواء كانت مواقع أو متاحف أو منشآت فندقية وسياحية دي منأكد أن احنا شغالين موقف ناش أن احنا نأهل الأماكن دي نطور خدمات الزائرين احنا مؤخرا ابتدينا ننتهج نهج جديد وهو التعامل مع القطاع الخاص والشركات والبنوك الوطنية أن هي تطور معنا خدمات الزائرين عشان الأماكن دي تكون مؤهلة بشكل أفضل جميع دول العالم عندها تجارب رائدة في أنها تطور من مواقعها التراثية والأثارية والمقاصد السياحية والمتاحف بالشراكة مع القطاع الخاص عشان يبقى فيه استدامة تعاون معنا مجموعة من الشركات على مدار السنتين اللي فاتوا في تطوير أكتر من مكان زي الهارم وصقارة وغير وفيه كمان حاجات كتير جاية في الفترة المستقبلية إن شاء الله كمان ابتدينا ندخل مفهوم تقديم الخدمات وتطورها علشان أي أسرة أو أي فرد يقدر يروح المكان ده يستمتع بالزخم والتراث والجمال والتاريخ البديع لكن كمان يقدر إن هو يقضي وقت يشرب في جن قهوة يعد يستمتع بجمال المنظر التالي يعني ما يبقاش المصدر الأساسي للدخل هو ثمن التذكرة اللي في الغالب بيبقى بسيط جدا بالنسبة للمصريين تحديدا بالزبط بالنسبة للمصريين هو الهدف ترويج وتسقيف ونحن نشجع الناس إنها تزور المتاحف لأن الهدف هو الإتاحة بالنسبة للأجانب بتكون برضو الدخل دوت من المصادر الرئيسية للدخل لكن احنا كمان عايزين ننوع المصادر دي علشان يبقى فيه تطوير مستمر يبقى فيه مركز زوار فيه خدمات مناسبة يبقى فيه دورات مياه مناسبة لائقة كافيتيريا مطعم كل الخدمات اللي بتهم السقح عشان تبقى تجربته متكملة عشان كمان يبقى عنده ذكرة كويسة من المكان يحب يرجع ليه مرة تانية احنا يعني مش قادرين نستنى اليوم ده ان شاء الله يبقى قريب ومن ضمن الأيام اللي كنا منتظرينها في 2020 ومبارح كان من ضمن الأخبار أنه يتم تأجيل افتتاح المتحف المصري الجديد قوللنا كمان عن خطة الوزارة يعني بالتأكيد التأجيل لسه لم يحدد معايد جديد بعد بس اللي تم تنفيذه حتى الآن لأنه واحد كان من مصادر البهجة بالنسبة لي أنا شخصيا لما كنت بس مع أخبار المتحف فقوللنا وصلنا لحد فين ومتوقع ان شاء الله أنه يبقى افتتاحه ويروح لمعايد تاني قريب امتى طبعا الأزمة اللي احنا فيها دي خلت كل الدول كل خطاتها تتغير بكل الأشكال ويمكن فخامة الرئيس لما أعلن على تأجيل المشروعات القومية افتتاحها ومنها المتحف الكبير طبعا علشان الفترة اللي احنا مرينا بيها دي احنا مش موقفين شغل بنشتغل المتحف ان شاء الله هيبقى قبلة الزائرين من مختلف دول العالم العالم كله مستني لحظة افتتاح المتحف الكبير ان شاء الله هيبقى متحف مش فيش حاجة زيه أبدا انه هو فيه مقتنيات فريدة طريقة العرض المتحفي مختلفة الرسالة اللي هو بيوجيها مختلفة احنا حقيقي ان شاء الله هنفخر ان احنا مصر والمصريين فيها المتحف المصري الكبير ربطه بالاهرامات الجيزة او بمنطقة اثار الجيزة الجيزة بلاتو اللي هو احد مواقع التراث العالمي لو يمكن هنحتفل خلال ايام بيوم العالمي للتراث هتبقى وجهة ثقافية مش موجودة دي عجيبة الدنيا السابقة فاحنا احنا مميزين جدا عندنا تاريخ ما فيش زيه في اي حتة في الدنيا كلنا منتظرين المتحف الكبير ان شاء الله اليوم ده تيجي قريب وكلنا نبقى منفتخر بمشروع القومي زي متحف الكبير انا بشكرك يا دكتور ديزينا جرعة بهجة كده اشكرك واروح بسرعة ادور على موقع وزارة السياحة والاثار واستنى الساعة سبعة كده واتابع واقولك كل يوم في جديد ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمان زيدان مساعد وزير السياحة والاثار للستمار وتنمية الموارد نورتين وصباح الخير عليك بشكرك وتمنى السلامة لكل المصريين وصباح الفل على مصر كده دي كانت حلقتنا النهاردة من صباح الخير يا مصر صباحكم خير وسعادة وبقاء في المنزل جميل ومبهج كمان ومليان بأفكار وحاجات حلوة كتير تتعمل وللي مضطر يروح شغله احنا بنسيب لك مكاننا في الشارع او وانت راجع من شغلك بنسيب لك مكاننا في الشارع احتراما لدورك لانه بالتأكيد المضطرين يروحوا اشغالهم ادوارهم حيوية ومهمة جدا صباح الخير عليكم